اشتركوا في القناة 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 لكن كمان المرأة عندها قدرات تانية تقدر انها تثبت نفسها بيها مرة تانية بنسبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر قبل ما نبدأ أخبارنا وفقاراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة خلونا نروح لهالا ونتعرف منها على آخر أخبار التقس والمرور في القاهرة والمحافظات صباح الخير عليك يا هالا يا صباح الفل يا شازلي صباح الفل يا جمانة وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا هنبدأ طبعا الأول جولة مرورية وبعد كده التقس وخلي بالنا النهاردة جو حر شوية وبقاله كم يوم كده لا النهاردة في ارتفاع شوية في درجات الحرارة على المهم هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وطبعا بنبدأ من القاهرة تحديدا من شارع الموسكي اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات مرورية نسبية هنبدأ الماشيين لحد شارع عبدالعزيز وهناك هنلاقي برضو فيه كسفات مرورية وهنكمل جولتنا لحد ما نوصل لمدان طلعت حرب هناك في سيولة مرورية تبدأ تختيفي لحد ما نلاقي بعض الكسفات قدام المتحف المصري أما كبري أكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس فهناك هنلاقي كسفات مرورية تبدأ تختيفي تدريجيا شارع رمسيس يشهد كسفات مرورية دلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولا لمدان العباسية هنبدأ الماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم هناك برضو هنلاقي كسفات بسيطة وعند كبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لغاية طريق العروبة عند كبري المطار فيه كسفات نسبية تبدأ تقل وتختفي وإحنا دخلين على طريق المطار عند كبري الحدايا لللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري كذلك الأمر أعلى كبري المطارية للقادم من الكابلات وكورنيش النيل اللي جاي من المظلات فيه كسفات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد هناخد بالنا إن فيه غلق كلي وجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس وده لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية ودلوقتي هنستكمل جولتنا ونروح ليه شوارع الجيزة وهنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل حد الطوابق عند الطوابق تحديدا فيه كسفات مرورية كبيرة هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكسفات هنروح لمحور صفت فهنلاقي فيه كسفات مرورية بتزيد قبل إشارة جمعة القاهرة شارع الهرم حركة السيراك هناك فيه بطيقة بسبب غلق الطريق فيه تقاطعه مع المريوتية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية ظهرت كمان بعض الكسفات في منطقة مشعل وكسفات من شارع العشرين والحد الطلبية كمان فيه كسفات للمتجه لكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين المحور للقادم من أكتوبر فيه كسفات مرورية قبل الدائري مستمر الكسفات المتقطعة لغاية نادي الزمالك بعد كده بتنتهي وده طبعا بعد توسعة كبري 15 مايو اللي عمل استيعاب شديد لحركة المرور أما المحور المتجه ليه أكتوبر ففيه سيولة مرورية نروح للإسمائلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجمع والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية معدى بعض الكسفات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقا على حركة الطريق أما المتجه لفرسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسمائلية فرسعيد وهنلاقي كمان فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسمائلية نروح لمحافظة سهاج حنبدأ فيها من محطة قطار سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كسفات نسبية ونمشي كمان حنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عد الطرق الرئيسية فيه سيولة مرورية فيه بعض الكسفات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجمعة فيه أيضا كسفات نسبية وفيه كسفات نسبية مرورية بتزيد مع ساعات الزروء الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم ومشارع التحرير ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة فيه ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على قاهرة كبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال السعيد فيه شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال السعيد درجة الحرارة في القاهرة النهار بـ 26 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31 أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 20 درجة طبعا معنا التفاصيل أكتر من حالة الجو بس بعد شوية نسبح لحضراتكم مرة تانية وكاعدتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معكم أولى فقراتنا بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت مبارح ومن أهمها رئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع للاطلاع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني العمل الأهلي والجهود اللي بتتم الاستحداث أليات للتنصيق في إطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية وقال إنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة سواء بقى من صفقة رأس الحكمة أو من غيرها في توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ خصوصا السلع الغذائية والأدوية والإعلاف وأيضا مستلزمات الإنتاج تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتيرة مهمة حصلت مبارح أبرزها الاجتماع اللي عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واطلع الرئيس خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والجهود الجارية لاستحداث أليات للتنسيق في إطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية وحجد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية وده من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية إمبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية وأيضاً منظومة الشحن المسبق ACI وأكد دكتور مدبولي رئيس الوزراء أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزرات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفضها إمبارح عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة توفير الخدمات المختلفة بمشروعات الإسكان بديل العشوائيات على مستوى الجمهورية وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع لاهتمام البالغ الذي يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمنة أو بديل العشوائيات إليها لذا يحرص على أن يتابع مع المحافظين بصفة دورية توفر الخدمات المختلفة وأيضاً أعمال الصيانة لضمان الحفاظ على هذه المشروعات إمبارح عقد الدكتور مصافة مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة جهدها من خلال الوزرات والأجهزة المعنية للنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعية التنفسية إقليمياً وعالمياً وبما يتكامل مع عملية التنمية الشملة بالدولة وده من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وأيضاً زيادة الإيرادات المحصلة إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن استمراراً للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة وتنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع وده بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم اللي بيوافق التاسع من مارس كل عام نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمر صحفي للإعلان عن الأنشطة والفعليات المقرر تنفذها خلال هذه المناسبة الوطنية تخليداً لذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق يوم التاسع من مارس عام 1969 أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي محافظة اسكندرية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بالعمرية بتخفيضات بتصل لـ 30% أما في الشرقية فتم توفير أكتر من 56 ألف فرصة عمل وده طبعاً ضمن مبادرة مشروعك في الأليوبية أيضاً تم توزيع 75 تن سكر بسعر 27 جنيه للكيلو على المدن والقرى والنهاردة في المنوفية المية هتقطع لمدة أربع ساعات عن مدينة منوف وضوحيها لغسل الشبكات فصيلوا أخبار أكتر من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة في الإسكندرية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان المقام بالعمرية وبيضم العديد من الجهات العرضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم وشاهد المعرض عرض السلع الغذائية من اللحوم التزجة والسكر والرز والزيت والمكارونات بتخفيضات تصل لـ 30% في المينيا أعلنت المحافظة أن مديرية العمل بتواصل جهدها للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات وتم خلال شهر يناير الماضي تعيين 468 شاب وفتاء بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في كفر الشيخ أكدت المحافظة تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية أيام الجمعة من كل إسبوع من 8 صباحا حتى 8 مساء لزيادة الأوقات اللي بتقدم فيها الخدمة للمرضى وده في إطار اهتمام الدولة بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة أوقات تقديم الخدمات للارتقاء بالمنظومة الصحية في الشرقية أكدت المحافظة تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك لتوفير 56233 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليار و202 مليون وتسعمية وتمانين ألف جني وتم تنفيذ 19177 مشروع ضمن المبادرة في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم الثلاث عن مدينة منوف والقرى التابعة لها من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 الضهر من نفس اليوم لغسل الشبكات وتطهير الخزانات في بني سويف أكدت مدرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية كوم الرمل مركز سماستة مكونة من 8 عيادات في تخصصات البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان وده ضمن إجراءات وقائية مشددة وتم الكشف على 1606 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان في الأليوبية أعلنت مدرية التنوين توزيع كميات من السكر على المواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو وده بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين وإجمال الكميات الموزعة وصلت لـ 74 طن و 600 كيلو سكر تحت إشراف ورقابة التموين ومجالس المدن لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع نرجع نكمل معكم باقي فقرات نستنون وبنصبح على حضراتكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على إقايرة كبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال السعيد دافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب السعيد بالليل والصبح بدري الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وكمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال السعيد هلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بحيئة الأرصاد الجوية سبع الخير يا دكتورة مونار صباح الخير على حضراتكم أستاذ أهلا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك يا فا أهلا بحضراتك يمكن فيه ارتفاع ملحوظ النهاردة في درجات الحرارة العظمى في قاهرة النهاردة 16 وكمان فيه شبورة مائية 80 أكتر ودينا تفاصيل أكتر عن حالة الجو هو طبعا بالفعل اليوم هيكون فيه ارتفاع ملحوظ ومؤقت في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية لأن اليوم بشكل كبير هنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية فده هيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة كمان فيه امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ده هيعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع شهد الشمس وده اللي هيخلي فيه ارتفاع في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الصبعية لمسه هذا الوقت من العام بحوالي 3 ل 4 درجات لأن اليوم اللي أصم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار هتكون 26 درجة مقوية أغلب المناطق هيكون فيها ارتفاع بما فيهم طبعا السواحل الشغالية عشان كده احتفظنا بالطقس اليوم خلال فترة النهار هيكون طقس مائل للحرارة على الوكه البحري القاهرة الكبرى محافظات شمال السعيد وأيضا بعض المناطق من جنوب سيناء طقس نقول دافي على السواحل الشمالية هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط حارة على جنوب السعيد ده هيكون فترة النهار وخاصة في فترة الزفيرة لكن مع غياب طبعا أشاعة الشمس ونحن في فترات الليل بيحصل انفصاد في قيم درجات الحرارة فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز العشر درجات أو الاثناشر درجة مقوية في القاهرة الكبرى ممكن كمان 15 درجة مقوية في محافظات السعيد أجواء فترة الليل هتكون أجواء باردة في معظم المحافظات وخاصة كمان في فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر ونأكد أن المدن الجديدة الأماكن المسطوحة الأماكن التي فيها ظهير صحراء بشكل كبير بتحس بتبرود أكثر من المناطق الداخلية كمان طبعا الشبورة المائية كانت اليوم مؤثرها بشكل كبير وخاصة في المحافظات الشمالية أو على السواحل الشمالية الغربية شبورة مائية بتظهر على أغلب طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتأدي طبعا لانخفاض في الرؤية الأفقية لكن هي أيضا سرعا بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا من الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية تبدأ في التلاشي ساعة بالكتير والشبورة المائية تختفي تماما من على أغلب الطرق ورؤية تتحسن على كافة الأنحاء بالإضافة كمان اليوم مشاطة رياحة يكون محدود في بعض الأماكن من جنوب سينة وهو نشاط نسبة لرياح غير مسير لأي رمال وأترباء هيحسسنا بالبرودة فترات المساء ساعة الليل متوقع من غدا الأربع ترجع تاني قيم درجات الحرارة للانخفاض وترجع للمعدلات الصباحية ويمكن على مدار باقي أيام الأسبوع إن شاء الله متوسط درجات الحرارة العظم على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 22-23 درجة مقوية ده عظمة فترة النهار وهو بتعتبر المعدلات الصباحية لأن إحنا خلاص بدأنا شهر ثلاثة المعروف مناخيا إن معدلات قيم درجات الحرارة بتتجه نحو الارتفاعات لأن الفترة دي كمان هي فترة انتقالية ما بين فصل الشتاء وفصل الربيع دايما بيحصل تباين واختلاف في قيم درجات الحرارة من يوم للتاني يعني يوم نشوف ارتفاعات زي النهاردة أيام أخرى بيكون فيها انخفاضات لكن في مجمل الأجواء بتكون أجواء معتبلة أو أجواء دافية فترة النهار اللي بنأكد عليه دايما في الفترة دي من السنة هو عدم تخفيف الملابس عدم التخلي عن الملابس الشتوية ما زلنا سي برودة في فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر بعض الأيام هيكون فيها انخفاضات قيم درجات الحرارة فتجنبا لنزلات البرد يرجع عدم تخفيف الملابس طبعا على مدار اليوم كله واستمرت ده الملابس الشتوية حتى تستقر قيم درجات الحرارة وده مش هيكون قبل نهاية شهر ثلاثة بإذن الله مهمة كمان مع وجود الشبورة المائية تكون القيادة بهدئة تامة على أغلب الطرق ونتابع نشرات الجوية لأن دايما الفترة دي بيحفظ فيها تغيرات حدا وسريعة حل في السنة سعية بنشكر حضرتك دكتورة مونار غاني معضو المركز الألمي بهيئة الأرصاد الجوية وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهار ده في القاهرة وفي المحافظات في القاهرة درجة الحرارة العظمة 26 وصغرى 15 والعاصمة الإدارية 26-14 الإسكندرية 26-13 والعالمين الجديدة 23-12 مطروح 23-12 أيضا دميات 24-13 فورسعيد 22-15 والإسماعيلية 27-12 سويس 26-13 والعريش 24-12 كاترين 24 وطابة 24-15 حليب 24-18 وشالاتين 28-17 شرم الشيخ 27-18 والغردقة 26-16 الفيوم 26-12 وبني سويب 27-12 الوادي الجديد 30-14 وأسيود 26-11 سوهاك 28-13 وإنا 30-14 لقصر 31-14 وأسوان 31-15 كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة ودلوقتي عودة مرة تانية لشازلي والجمانة ومتابعة فقرات سباة الخير شكرا لك يا هلا دلوقتي خانيني نحن نتابع مع حضرتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة كمان أهم المشات اللي هتتلاعب في الجولة الخمستاشر من الدوري المصري النهاردة ها يستقبل وزير الخارجية علي محمد عمر القائم بأعمال وزير خارجية الصمور بيعقد الوزيران جلسة مباحسات بتتناول أبرز تطورات الأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والنهاردة هتفتتح محافظة الجيزة معرض أهلا رمضان في شارع المطار بإنبابة واللي بتقيم المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومدرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات بتصل لـ 30% النهاردة هيتم تنظيم مسابقة العشرين لتكريم مركز دراسات الخطوط ودم مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي بمشاركة نخبة من الخبراء قررت مدرسة محمد إبراهيم أن تحمل المسابقة لعام عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين اسم مركز دراسات الخطوط تكريماً للدور الأكاديمي والثقافي والفني اللي قام بالمركز منذ تأسيسه عام 2003 في خدمة قضايا الخط العربي والنهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع مبارتين قويتين في إطار الجولة الخمستاشر من عمر المسابقة بيلتقي طلاء الجيش مع الدخلية في تمام الساعة الرابعة أما في الساعة السابعة فيلتقي المصري مع سموحة النهاردة هنحي مع حضراتكو ذكرى ميلاد الفنان العبقري راهب الفن زي ما أطلقوا عليه زاكي رستو حينه كان شخصية عبقرية كان يعني عنده قدرة عالية جدا من التقمص ممكن تشوفه رئيس وزراء في نهر الحب ممكن تشوفه مقاول أنفار في فيلم آخر ممكن متنوى كمان في أدوار عجمانة وقادر بالفعل أنه يقنعنا بالأدوار حتى اللمسة الكوميدية اللي كانت عنده كانت لطيفة جدا واحد من أهم نجوم السينما المصرية بدأ مسيرته الفنية مع فرقة جورجي أبيض على المصرح وشارك في أول فيلم مصري وهو فيلم زينة بسنة 1930 بعدها انطلق في عدد كبير من الأعمال ووصل رصيده الفني لـ 240 فيلم حيث أنه كمان الفنان الكبير زاكي رستو اعتبروا أنه قاد الفنين العرب المصريين حتى العالمين أنه واحد من أكثر الفنانين موهبة في العالم واحد من أهم النجوم المصريين ومن أهم الفنانين المصريين خليلا نتابع هذا التقرير عن زاكي رستو ونرجعنا كم المحاضرات تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان زاكي رستو الذي ولد عام 1903 في قصر جده اللواء محمود رستو باشا بحي الحلمية الذي كانت تقتنه الطبقة الأرستقراطية في أوائل القرن الماضي بيقولوا مهلة إنسانية لكن أنا شايف الإنسانية من جانبه واحد بس ويلي زنقنا على كده ما ننزل نشم ريحة العز في شرح فؤاد ولا سليمان باشا أنت عارف العيادة في سليمان باشا أجارها كم؟ عارف لكن زباين هناك غير زباين هناك بدأ الفنان زاكي رستو مسيرته في المسرح مع فرقة جورج أبيض التي ضمت أغلب الفنانين وذلك في عام 1924 وبدأ مع السينما الصامتة وظهر في فيلم زينب عام 1930 وبعد نجاحه في الفيلم قدم مجموعة من الأدوار الصغيرة في أفلام الضحايا الوردة البيضة العزيمة وليلة بنت الصحراء يا بوليس يا عساكر يا بحفظة راح اتبت راح اتبت راح اتبت انت أنا ايه انت اللي لطشت المحفظة بلغ رصيده الفني من الأفلام 240 فيلما وبرع زاكي رستو في تقديم أدوار الشر وساعدته ملامحه الحادة على اتقان هذه النوعية من الأدوار كما قدم أيضا أدوار الموظف المطحون وابن البلد ورجل القانون لهذا أطلق عليه النقاد لقب الفنان صاحب الألف وجه يعد زاكي رستو من أهم نجوم السينمة المصرية بشهادة النقاد العالمين فقد اخترته مجلة باري ماتش الفرنسية كواحد من أفضل عشرة ممثلين في العالم كما وصفته مجلة لايف الأمريكية بأنه من أعظم ممثلي الشرق وفي عام 1962 حصل على وسام الفنون والعلوم والأداب من الرئيس جمال عبد الناصر تم اختيار ثمانية أفلام من أعماله ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهي العزيمة السوق السوداء النائب العام صراع في الوادي أين عمري الفتوة امرأة في الطريق والحرام منصور أبعد عواته وكلام عدة إن كان عندك كلمة طالبة أقولها إنه مضعش من نفسك كلمة شبيه لعن أنا حرية أمياته أظن كايب صابر يفكر أحناك يا أخيوانا ده لم تلي إيدي وأقول لله يا سياد وإني شتك العنصار إرمع تخطي عتب تلبان أنا حالف يمين مدخوش بيتي طول ما أنا على وش الدول عانى زكي رستوم في أوائل الستينيات من ضعف السمع ففي آخر أفلامه إجازة صيف كان قد فقد حاسة السمع تماما فكان ينسى جملا في الحوار ويرفع صوته بطريقة مسرحية وعندما كان المخرج يوجهه ويعطيه ملاحظاته كان لا يسمعها مما أحزنه كثيرا حتى إنه في أحد المرات بكى في الاستوديو من هذا الموقف وبعد انتهائه من تصوير الفيلم هجر زكي رستوم السينما والأضواء تماما وعاش وحيدا بمفرده في شقة بعمارة يعقبيان ولم يكن يؤنس وحدته سوى خادم عجوز قضى في خدمته أكثر من ثلاثين عاما ما في السخيرة ولا كبيرة استجدت على الطب إلا واطلعت عليها وفحصتها وجربتها والنتيجة زي ما انت شايفة وبيقولوا لكل مجتهد النصيب أصيب الفنان زكي رستوم بأزمة قلبية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى وفي ساعة متأخرة من ليلة الخامس عشر من فبراير عام الف وتسعمائة واثنين وسبعين صعدت روحه إلى السماء عن عمر الناهز الثامنة والستين عاما وحنا لما بنتكلم عنه ليه بنقول أنه كان عبقري وظاهرة فريدة من نوعها لأنه دايما بنقول إيه أنه الموهبة دايما بتحتاج إلى أنك تثقل هذه الموهبة بالدراسة الرجل ده ما درسش يعني ما درسش فن إطلاقا لكن كانت موهبة فطرية وأعتقد أنه ما فيش مشهد واحد من المشاهد الأداها هنقدر نقول أنه كان يمكن لو كان دارس كان عملها أفضل من كده لا بالعكس بأداها على أكمل وجه هي كانت بس كان عنده بعض الحاجات كده الخاصة بيه كشخصية يعني أنه كان بيحب يعيش في عزلة يا جمال يعني كان صدقاته كان قليلة جدا وفي نفس الوقت كان دايما قافل على نفسه عشان كده كان دايما تطلع ليه شائعات بقى دايما أنه اعتزل ما اعتزلش الكلام ده هو في مرة من المرات طالع وقال لا اعتزلت ايه أنا لسه بصحتي أنا لسه زاكي رستم زي ما أنا صحيح لا يعني زاكي رستم الحقيقة زي ما كنا منتبع في التقرير أنه بالفعل تم اختياره كواحد من أكثر الفنانين موهبة في العالم ومعروف عنه زي ما كنا نسمع مع حضراتكم صاحب الألف وجهة وأيضا ورائد مدرسة الاندماج للدرجة أنه الفنانات اللي كانوا بيشتغلوا معاه في أي فيلم كانوا بيخافوا منه جدا لما يكون فيه أدوار شر فكانوا بيخافوا قوي خاصة لو فيه مشاهد ضرب أو فيه مشاهد صعبة شوية فكانوا هما بيخافوا منه مجدى مثلا على سبيل المتاب كانت تكلمك فان أنا مجدى طبعا في فيلم أين عمري كانت بتخاف منه لأنه كان بيندمج وبيدخل في الدور بشكل كبير جدا لدرجة أنهما كانوا بيحسوا أنه مش ممثل معاهم في اللوكيشن أو في الفلاتو لا هو الشخصية موجودة فعلا معاهم موجودة فكانوا بيقلقوا منه جدا وقصص كتير جدا الحقيقة عن الفنان زاكي رستم من أهم الفنانين المصريين اللي عايشين معانا وأعمالهم عايشة معانا لحد النهاردة وحتى يمكن الإفهات حتى اللي في الأدوار الشر يا شازجي موجودة صحيح أدواره كنوازوات كان بيطلع كمان دور أب طيب أدوار الشر كل أدوار دي صحيح كلها عايشة معانا لحد النهاردة شوف كم سنة عدت يعني صحيح عشان كده بنقول عليه أنه هو عبقاري فعلا طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر مصر استضافت منافسات البطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة جلوس واللي بيشارك فيها 12 فريق بيمثلوا أندية من 8 دول تم تنظيم البطولة بالتنسيق بين الاتحاد العربي لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة مهاد دلوقتي على التليفون الأستاذ إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة نتعرف منه على كافة التفاصيل سباح الخير على حضرك يا فندم وبعد التحية لو نتعرف من حضرتك على الفعاليات اللي شهدتها هذه البطولة وأبرز المنافسات اللي حصلت سباح خير عليكم وشكرا على الاشترافة والتواجدات أم برزامج خلال هذا الأسبوع أم أحداث رياضية خاصة بذوي الإعاقة الاتحاد العربي لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة ده يستم بكل رياضات ذوي الإعاقة وأحمد الله أن نكون المصري الوحيد اللي يرؤس هذا الاتحاد منذ نشأته خلال هذا الأسبوع الاتحاد العربي قام ثلاث أحداث مهمة جدا أولها البطولة أول مرة الاتحاد العربي فكر في إقامة بطولة أفرق عربية للقرى الطائرة جلوس للأندية أفرق عربية ليه؟ لأن الحمد لله أنا رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الأفريكي فقلت أجمع الفرقتين أو الأفريكي وعرب ونعمل بطولة أفرق عربية وصل إتناشر نادي من ثمن دولة وحصل على المركز الأول نادي وسام المجز من السعودية ومركز الثاني مستقبل الليبي والثالث نادي الرياض من السعودية والرابع نادي الشرية الدخام المجز دي أول حاجة أولا ثاني حاجة وجود رئيس الاتحاد الدولي مثل لوري القرومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومستر أنتون وعضو مجلس الاتحاد الدولي أن يحضروا هذه البطولة ذاك كان شيء ما حصلش قبل كده النجوم في أندية يحضروا بطولة للأندية أهم من كده شكر خاص للأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هذه البطولة تم مستها لمدة 7 ساعات يوميا على قناة المالس بورس رابع حاجة أنا بشكر معالي الدكتور الوزير أشرف صح الذي تم زوج حضر حفل الافتتاح وكان تواجده ليه تأثير إيجابي على كل الفرق خصوصا من زوج الأعب فده أكيد الافتمام الإعلامي أكيد ده بما أن السيد الرئيس عبدالله ما فيش شك يا فندم أنه طالما فيه اهتمام باللعبة فطبيعي أنه يكون فيه اهتمام إعلامي لإبراز طبعا الأبطال المشاركين في مثل هذه البطولات عايز أعرف من حضرتك برضو حرص الدول على المشاركة في هذه البطولة والاتحاد بشكل عام إيه دوره طبيعة دوره عامل إيه الاتحاد العربي يعني لسه بقاله سنتين أنا أترك أصلا أني أنا أكون رئيسه وإلى الفين ثمانية وعشرين إن شاء الله والاتحاد يتكون من كافة الدول العربية عندنا تسعة تاشر دولة عربية عضوة في هذه الاتحاد ترتيجية الاتحاد تكوين لجان وكل لجنة الديني القطة أنا طبعا كان يرقص رئيس اللجنة العربية لكواة الضيرة دكتور فهد النايف الفقير اللي رعى هذه البطولة فأنا طبعا أشكرهم فده دفع لباقي اللجان وباقي الرجال الأعمال إن هم يهتموا بلعبتهم وخصوصا إن يلاقوا المرضود الإعلامي والإيجابي والجماهيري كان موجود الحاجة الأهم من كده لأول مرة في التاريخ جامعة الدول العربية تستضيف اجتماع لرياضات الأشخاص ذوي العقر فده كان الحدث الثاني اللي حصل كل الدول عذروا اجتماع كتير عمية للإتحاد العربي لرياضات الأشخاص ذوي العقر في مقر جامعة الدول العربية فأنا بشكر شاة الدكتير أحمد أبلوية وأشكر الوزير المفوض فاتر غتال اللي أسهمه ووفقه إن تقام هذه الاجتماع في مقر جامعة الدول العربية فلا تتخيالي حضرتك وحضرتك رد فعل الدول العربية أن جامعة الدول العربية تستطيع هذا الدماء أستاذ إيهاب يعني إحنا معنا 12 فريق يمثلوا 8 دول أبرز الدول المشاركة في منافسات البطولة أقول الحظ الأندية المشاركة الحجر العربي عشان يقوي البطولة سنة سنة قال إن من حق أي نادي الاستعانة بأربع لعبين محترفين فتخيالي حضرتك من أول يوم وإحنا مش عارفين مين اللي هيفوز بالمركز الأول والتاني ده إن الفرق كلها متساوية طبعا مصر دخلت بلادي الشرقية الدقان ومعظم العقابي مصر هنالك عارف المنتخب مصر من أقوى الفرق على مستوى العالم مصر في بطولة العالم الماضية عصرت على المركز التاني فتم تفريغ المنتخبات المصرية واللاعبين المصرية تم توزيحهم على الأنبياء المشاركة في البطولة فده كان مرضود إيجابي لللاعبين المصريين إن هم يحتكوا رياضي وأيضا مرضود مالي لأن ده كان احتراف يعني إحنا عندنا لعيبة مصرية في الكرة الطائرة جلوس محترفين في الخارج محترفين تم احترافكم في هذه الأندية أثناء البطولة إن الاتحاد العرب قال إن من حق أي لاعب أي نادي يستعين بعربع لعبين طبعا مين أهم لعبين في الوطن العربي الفرق المصرية فبدأ تفريغ تفضل تفضل أستاذ إهاب طيب سمعنا طيب وإحنا نتكلم عن بطولة البطولة الأفرق عربية الكرة الطائرة جلوس شارك فيها 12 فريق الحمد لله الفريق المصري يفاز بالمركز الرابع زي ما سمعنا دلوقتي من الأستاذ إهاب حسنين وأعتقد إن دي نتيجة معقولة يعني بحسب كلامه برضو جمان هو بيقول إن احنا اللعبة المصرية بتشارك في أندية أخرى انطلاقا من هذه البطولة لأنه ما زي ما قال إن هو سامح وبالفعل فده بيؤكد برضو قوة اللعبة المصرية في هذه اللعبة وفكرة وجود أربع لعبين من كل نادي وإمكانية مشاركتهم كمان دي دقطة مهمة جدا وجود بطولة أفرق عربية للكرة الطائرة جلوس بتنظم بهذا الشكل وبيكون فيها لعبين بهذه الكفاءة وبهذا العدد مصريين دي كمان حاجة الحقيقة تدعو الفخر غيرا زي ما كنا بنسمع أستاذ إيهاب قبل ما ينقطع الاتصال كان بتكلم عن كفاءة اللعبين المصريين وقد إيه هم بيقدروا بيقدروا أن هم يثبتوا كفاءتهم في الملعب كمان فكرة إنه دلوقتي احنا بالنسبة لنا ذوي الهمم بقوا الحقيقة بيسجلوا بطولات كبيرة جدا في مختلف رياضات مش بس لو نتكلم على الكرة طائرة جلوس حتى في البراليمبكس الحقيقة بنتابع برضو إنجازات وبطولات كبيرة جدا جدا بنتابعها دايما مع حضراتكم في رياضات مختلفة جلو بيقول حاجة هو بيقول قد إيه أن الدولة المصريية دلوقتي بتدعم بشكل كبير جدا ذوي الهمم حتى يمكن اتحاد رياضات بمختلف أنواعها برضو بيدعم هذه الفئة بشكل كبير جدا رجع تاني معنا الأستاذ إيهاب حسنين أستاذ إيهاب يمكن قبل ما ينقطع الاتصال حضراتكم تتحدث عن فكرة أبرز الدول اللي كانت مشاركة لكن خلينا نعرف كمان من حضرتك هل البطولة دي بيتم تنظيمها بشكل دوري سنويا ولا حسب وقت تنظيمها أنا بس عايز أصحح معلومة إن وسامي المجد من العراق من العراق هو المركز الأول فأنا بس حابت إن قلت وسامي المجد من السعودية هو اللي كان طبعا وسامي المجد من العراق المركز الأول المستقبل بنغازي من ليبيا المركز الثاني نادي الرياض من السعودية المركز الثالث والشريدة الدخان من مصر المركز الرابعة هذه البطولة إن شاء الله هتكون سنوية ونجحت يعني أنا أي بطولة أعزين الواحد تنجح من أعملها في مصر في جماهير في إمكانيات في خصوصا في الكرة الطائرة ومعظم الألعاب وإنما يكون في دعم من الحكومة ومن الدولة بتسهل كل أمرات طبعا ما أقولش إن في السعودية وفي الإمارات كأن السعودية والإمارات والدولة العربية عادتها طبعا كان عندي بس تعليق طبعا كان عندي بس تعليق صغير يا سيد إيهاب لو فكرة قلت دلوقتي إن إحنا سمحنا للعيبة المصرية إن هم يشاركوا في بعض الأندية الأخرى هل ده كان ليه تأثير على إننا نحصد المركز الرابع يعني لو كانت اللعبة دي لعبت في الأندية المصرية كنا ممكن ناخد المركز الأول لا فعلا كانوا تجمعوا لكن لما حصل تفكيك في بعض الفرق ما كانتش موجودة فاللي اشترك أصلا بالبطولة نادي الشرية الدخان وكان نادي الحرية كان اعتذر على البطولة وهو عنده أهم اللاعبين ففر رائبته كلها فهو ده من دمن اللي حصل في البطولة لأن طبعا أهم الفرق كانوا كانوا موجودين في أول فرقتين يعني أهم اللاعبين المصرين واضحة الفكرة أستاذ إيهاب حسرين رئيس الاتحاد العربي لليود الدوي العاقب نذكر حدايك فندم جزيل الشكر مشاهدين الثامنة صباحا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة الحملوية فضلي هالة شكرا جمانا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين لمنظومة التقادي وتحديث آليتها بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وخلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان شدد الرئيس السيسي على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومسواء تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية حقوق المواطنين والمجتمع كما اطلع الرئيس السيسي على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ خاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج كما أكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية فيما يتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات كما أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس السيسي بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمنة قال وزير الخارجية سامح شكري إن أي خطة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا بد أن تنفذ سريعا وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية هانكي بروين سلوت أوضح شكري أن المساعدات غير قادرة على الدخول بسبب إجراءات إسرائيل مطالبا بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى غزة كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أكد السفير أسامة عبدالخالق منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن البعض حاول تضييق الخناق على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروع وخلال كلمته أمام مجلس الأمن أكد عبدالخالق الحاجة إلى احترام وكالة أنروع مضيفا أن مصر تطالب مجلس الأمن بالتضامن مع الوكالة الدولية لضمان حماية الشعب الفلسطيني من تدهور الأوضاع الإنسانية استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة وأكدت مصادر طبية سقوط الضحايا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوب القطاع ليرتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح الفلسطينية إلى 19 شهيدا كما قصفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق خان يونس دون إصابات وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ بحر بيت لهيا شمال القطاع أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي استهدفت سفينة الحاويات MSC Sky 2 في خليج عدن بصاروخين باليسيين مضادين للسفن في خليج عدن وأضافت القيادة المركزية أن أحد الصاروخين أصاب السفينة ما تسبب في وقع أضرار لافتة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات ولن تطلب السفينة المساعدة ووصلت طريقها انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة مش مجرد استثمار في الأطفال ده بيعتبر استثمار في مستقبل المجتمع ككل والطريق لتحقيق التنمية المستدامة عشان كده أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة من العاصمة الإدارية الجديدة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية 2024-2029 ده طبعا بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسي خلينا تعرف أكتر على هذه الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وأهميتها من دكتور نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة صباح الخير على حضرتك دكتور خلينا في البداية قبل ما نتكلم عن الاستراتيجية لو حديث توضحي لنا وتوضحي لسادة المشاهدين مرحلة الطفولة المبكرة عشان تكون واضحة صباح الخير أهلا بحضرتك صباح النور أهلا بيكم وتشكرة جدا جدا لحضراتكم وفي البداية حقول حضراتكم شركاء معنا لأننا عن طريق حضراتكم بنقدر نوصل كل الرسائل اللي احنا عايزين نقولها رفع وعي المجتمع بحقوق الطفل البرحلة الطفولة المبكرة اللي هي من سن يوم لغاية ست سنوات يمكن من قبل يوم كمان من أول ما الطفل بيبقى جانين في بطي الأمة بنسمع كتير على الآن في يوم الذهبية مبادرات مبادرات واختلف الوزرات وزارة الصحة والسلسان وزارة التعضام والاجتماعي الطفل من أول ما بيبقى جانين بتبقى في مهمة إننا إزاي التفل ده يكتمل نموه بطريقة صحيحة لغاية بنوصل به لعمر ست سنوات الاستراتيجية كان أجم الحاجة فيها إنه ويمكن أنك كتبتوا كده قبل الأغنية بتاعة الفنان الجميل الكينج كتبتوا الحاضر المستعدل الحاضر اللي هو الاستراتيجية اللي هو تشاره كل أجهات المعنية المقدمة للخدمة للتفل من وزارات مختلفة وأنا حقيقة لأني هلتاهز هذه الفرصة عشان أشكر للسيادة السياسية لكل البرامج اللي إحنا بنشوفها تكافل وكرامة برنامج القطلة المصرية القليل فيوم من مليون صحة التفل هو المستعدة في الأول طبع أطفالنا هم المستعدة في الأول يمكن الحضور معالي الوزراء والمعالي جزيرة التراتيج هي اللي أطلقت هنا الاستراتيجية البارح وتمت الفعالية دي تحت رعاية دولة رئيس الوزراء بتؤكد أن كل الوزراء ملتازمة لأن كل الوزراء كانت شريكة في أعداد الاستراتيجية والخطة الوطنية كل واحد عليه دور الألف يوم والرعاية الأولية وزارة الصحة بعد كده وزارة التضامن بتستقبلهم في الحضانات بتاعتهم من يوم لغاية أربع سنوات وبرضو بقواهني وزارة التضامن الاجتماعي أن هي أطلقت المعايير الجودة بتاعت الحضانات إيه هي الحضانة ولكن تبقى فيها إيه وهي إن شاء الله تبقى شغالين على منهج للطفولة المبكرة أو للحضانات الأطفال في العمر دا وهي التربية والتعليم لأن هنا بسنة أربعة لستة سنوات بتبقى في مدارة التربية والتعليم عليها تعارف أنه الأطفال لغاية تمنتاشر سنة حوالي 26 مليون طفل دلوقتي فهم جذيرين أنه نحن نقوم ليهم السمامهم ونحثر لهم ونجهز لهم البيئة عظيم جدا ينمو فيهم بطريقة صحيحة وزي ما حريك قلت زي المستقل طيب عظيم جدا طبعا بكل تأكيد يا دكتور نيفين لو حريك توضح لنا أكتر ملامح هذه الاستراتيجية الاستراتيجية إحنا بنقول إيه المفروض يتعامل مقدم الخدمة للأطفال إساة نبني قدرتهم علشان يقدروا يتعاملوا مع الأطفال ونهيق لهم البيئة المناسبة المدرسين دكترة وزارة الشباب والرياضة برضو أنا ما قلتش أن وزارة الشباب والرياضة هي تديهم المراكز إحنا مش بنتكلم على الأطفال في القاهرة الكبرى إحنا متكلم على الأطفال مصر في جميع المحافظات مراكز الشباب اللي موجودة تبع وزارة الشباب ده برضو بيئة أو ده مكان أو منصة الأطفال بيقوا موجودين فيها فإحنا حطينا ويمكن الاستراتيجية والخطة كل الوزراء اللي كانوا موجودين مبارح في إطلاق الاستراتيجية هم مشاركوا بفرق عملهم بإعدادها علشان نقدر نشوف نفروض نعمل إيه موظمت في الوزراء زي محضرتك اتفضلت وقلت قالوا لنا إيه أوضل ممارسات اللي حصل تحصل على مستوى العالم وفي البلاد اللي ديها نغسر مواصفات الشريكة لنا علشان نقدر نقدم الخدمة القيادة السياسية كان منقول المبادرة الوطنية التلقية الفتاة الدولي الهباد الوضع تحت رعاية السيدة انتصار السيزن دي كانت بتأكد على الجهود الوطنية المتنغمة علشان يبقى عندنا مجتمع داعي لحقوق الولاد والبنات إزاي نقدر نخليهم نجن شخصيتهم إزاي نحن نعرفهم حقوقهم إزاي نخليهم هم السفراء علشان يقولوا التعليم مهم محدش مفيش طفل إزاي يقدروا يعرفوا أول ما تف يبقى عنده مشكلة كل الاستراتيجية بتترخص أدوار كل الجهات المعانينة أي مكان بيبقى موجود وبيتألم الأم والأب تجينا بجرنامج برضو جل الاستراتيجية هو حاجة اثناء التربية اليجابية إزاي نعنق عن طريق بقى مجالس الأداء في المدارس وواء إزاي الأهال طب يفعلنا بيبقى المستهدفات هذه الاستراتيجية هي الحقيقة نبيلة جدا ومهمة جدا ولكن أكيد تتطلب نوع من أليات المتابعة عشان نتأكد أن كل طفل بالفعل بيحصل على هذه الحقوق بشكل عدل ومتساوي هل هناك أي رؤية لهذه الألية أليات المتابعة ممكن أنا حقول لحضرتك أنه إحنا الاستراتيجية حضرتك كذلك ما تفضلت وقلت من سنة 24 ل29 عايزة عندنا سنة الأخيرة لتقليم كل التدخلات لمتابعة وتقليم المجلس وبالقانون الجديد اللي باشكر القيادة السياسية عليه اللي هو تم التصديق عليه في نوفمبر لكن من خلال يعني خلال 24 ل29 مفيش تقليم لا طبعا في متابعة ما أنا بقول لحضرتك المجلس بالوقتي بالقانون بتاعه الجديد هو مسؤول عن التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة الأعمال بحيث أننا ناخد آخر سنة أننا نقف ونقول أعمالنا إيه إحنا على طول بنتابعة على طول بنشوف إيه الأدوار اللي كل جهة بتقوم بيها وده الدور الأساسي بتاع المجلس والحملات التوعوية والدعوية إن إحنا بنبتد ننزل وفعلا ننزل ننزل في المدارس في الحضانات في المؤسسات نبتد ونرفع القدرات بتاعة كل مقدم الخدمة من المدرسين حتى المدربين في الموادي علشان نصنع بطل لازم نعرف نبتد نعملوا إيه التغذية معنا القوية التغذية كان معنا مبارح التغذية الصحيحة برناني التغذية المدرسية الحاجات اللي التفل لازم ياخدها حسب المرحلة العمرية من بأرخص الأصعار يعني بنشوف نحن نحن نقول إيه الوجبة اللي التفل لازم ياخدها من المنتجات اللي موجودة في كل محافظة علشان نقدر حتى صحيا يعني إحنا نهتم بالتفل منه الصحي والبدني والنفسي علشان نقدر يبقى هو ده مستقبل بقر عظيم جدا كل ده جهد مشكور يشكر عليه طبعا كل الجهات المعنية التي هي قائمة على تنفيذ هذه الاستراتيجية لكن الأهم ويمكن حضرت ذكرتها بس عدت عليها سريعا كده فكرة الأب والأم لأن دول أساس كل حاجة معروف أن خصائص هذه المرحلة مرحلة الطفولة المبكرة أي أن كانت لحد سن ست سنين أو فيه ناس بتقول لحد تمن سنين لكن هذه المرحلة هي مرحلة شديدة الخطور احنا بنضع اللابنة الأولى في بناء المجتمع مش في بناء الطفل بالمناسبة فعشان كده هذه المرحلة تحديدا لها خصائص مختلفة شوية دكتور يعني الطفل بيكون في المرحلة دي عنده تساؤلات كتيرة وعنده دايما خياله خصب دايما بيفكر دايما عنده تخيولات دايما مش عارف الصح من الغلط عايز حد يوجهه واللي هيساعد في ده كله هو الأب والأم كويس كلام حضرتك الجميل ومضبوط جدا هذه المرحلة عندنا مراكز الرعاية الأولية والمشروطية بتاع التكافذ وكرامة الاتنين دول بيكملوا بعض بحيث ان احنا بنشرق فيه مشروطية انك علشان تاخد دعم بتروح المركز الصحي لازم تعمل متابعة للحمل ولازم تبقى الو الطفل ياخد التطعيمات بتاعته ده مكان بيبقى نقدر نتعامل فيه الأم بتجلنا فيه أو بتروح فيه فالأم هنا بيبقى فيه مجال اللي انت تبتدي تبديها الرسائل بتاعت التربية الإيجابية ازاي تبقي حزمة مع طفلك ازاي تبقي تستمع لطفلك يعني حاجة وهي المزيد دا من انت زي ما حضرتك فضلت وقلت انك تسمع الطفل وان انت تقوله ترد على أسئلته بدل ما ياخد معلوماته ما حتى كان المدرسة منصة أخرى موجودة فيها الطفل والنادي الى أهروف اي منصة موجود فيها منشتغل عليها على التواصل والدراما لو حضرتك استقرنا كده شوية مرت فرص الحركة مرت فرص الحركة كان الناس كتير قوي لما التفلي يبقى شاقي يقعدو في أخر الفصل اه او في الحضانة ابتدت الناس يرفع الدراما يلعب دور مهمة قوي في التواصل مع القصر الكفالة لما برضو حصل التنسلية على الكفالة فابتدين نعرف يعني الكفالة فالتكامل بكون جاه الجهات المعنية والوصول بالرسائل اللي اتفق عليها لجميع الجهات المعنية بتخلينا نقدر نرفع وعي الأم والأب أنا عجب كنت حقيقي هو امرأة عاملة العمري عرفت دلوقت يعني ايه تربيئة جرية عرفت الغلطات اللي أنا غلطتها لما ماسمعتش لولادي وكنت مشغولة قوي شوية أكتر بشغلي وعرفت إزاي أنا بازل أنا اللي رط وما بقاش طيب يبقى فيه حج وفيه حلال وفيه حزن وانت بتتعامل مع أصفالك وهو دل عن طريق حضراتك اللي احنا انتو أكبر منصة بتقدر توصل لكل بيت في جمهورية مصر العربية اللي نقدر نوصل عن طريقه اللي سايل بتاعينا طيب دكتر ده كمان يتطلب يعني وعي زي ما حضرك قلت لأولياء الأمور أو للأسر للأب والأم تحديدا ويتطلب كمان تأهيلهم عشان نقدر نوصل لفكرة التربية الإيجابية أو التربية السليمة للطفل أو ان احنا نخرج طفل سوي يقدر يتعامل مع المجتمع وأعتقد كمين فيه تحديات تانية الحقيقة ممكن تكون موجودة فبالنسبة لفكرة تأهيل الأب والأم وفكرة التحديات اللي موجودة أمامكم يا فندم ايه هي؟ بوسي أنا مش بحب بقويل تعمل كلمة تأهيل لأن الأم والأب بالفترة هم عايزين يعملوا أحسن حاجة بقويل فترة بيحبوا أولادهم ولكن فترة التأهيل لتعامل السليم بالضبط بنرفع وعيهم بنقول لهم ايه اللي مفروض يتعامل بقويل كل التحديات اللي كل الأسر على مستوى العالم بتقابلها التحديات اقتصادية ونفسية واجتماعية ومورثات زي زواج الأطفال وووو ينتي بتحاول ان ينتي تشرح لهم وتقول لهم يمكن أنا ذكرت مبادرة داوية مبادرة داوية دي احنا بننفذها حاليا بنعمل رفع قدرات للمدرسين والأخصين الاجتماعين جوى المدارس عشان ازاي يتعاملوا مع الطفل من جواها في محور او برنامج اسمه حوار الأديال بندعو الأمهات والأباء ان هما يجووا للأطفال ويتبادلوا الأدوار يعني الأم تعمل هي البنت والبنت تعمل الأم ونشوف الحوار بينهم حينشي ازاي ونبتدي لننجي الرسائل بتاعتنا احنا ما نقدرش نجيب الأمهات والأباء ويتدخلهم مدرسة او نقول لهم احنا مقتنعين ومؤمنين اللي بفترتهم بحبوا أولادهم بس عن طريق البرامج اللي ان نفذها دلوقتي وحاليا احنا شغالين معايز بالتعاون معهم ونجيب التربية والتعليم في المدارس ان احنا بنعمل حاجة ما تزيد مدربكم بحيس ان يبقى فيه فيه في كل محاضرة الناس تقدر تدرب المدارسين على البرامج دي ازاي يجدوا فرصة للولد والبنت ان هما يتكلموا ازاي نتعامل مع الامهات والأباء ونجيهم الرسائل ونرد على المعليمات اللي نقصة علشان يطلعوا طفل سوي حكاية ولد وبنت حكاية اهمية التعليم اطفال ان الولد يشتغل ازاي والحقيقة التكامل بالنكافة الجهات المعنية طبع تركين اقتصادي للأسر عشان تقدر بهدف ان التفل يتفضل جهة المنظومة التعليمية الى اخره ده بيوصلنا طبعا التحديات موجودة التحديات ان كنتي توصلي التحدي الوقت ان ان تتوصلي وعي المجتمع باهمية والاختصمار في التفل والممارسات والمغلوطة بياخد وقت بس جنكر وجود ابارع كافة الصانعي القرار والوزراء يؤكد ان في تصميم من الدولة المصرية ان شاء الله علشان نجد المستقبل طيب هل الكتاب ادب الطفل المشاركين في هذه الاستراتيجية طبعا نفعل طبعا واحنا كان لسه عندنا كان فيه فعالية قبل كده برضو على الطفل في الدراما وشغالين بالتعاون مع المجلس الاعلى لتوظيم الاعلام فيه كود عن اعلام الطفل وفيه برنامج شغال في الموضوع ده وجبنا فعلا ابصان فيه برامج كتير ان احنا ازاي نشوف التفل وبنسمع التفل وشايف نفسه ازاي في الدراما والحقيقة الدراما فيه قصرة قصلة فيها دلوقتي انها بتعكد مش عايزة اقول المشاكل بس بتعكد التحديات الموجودة في المجتمع وبتبقى عن طريقها بتبدي رسائل كل الشكر لحضركي فاندم دكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة نروح مع حضرتكم من وضوع آخر والحقيقة فيه دراسات كتيرة تتعامل على مخاطر السجائر الإلكترونية واحدث دراسة قالت ان السجائر الإلكترونية لها أضرار نفسية على الشباب وبتتسبب فيه شعور بالقلق والوحدة والقرب تبعزين نعرف تفصيل اكتر عن هذه الدراسة معانا دكتور وائل صفط استشاري البطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا سيد محمد واسمحوا لي أشكركم طبعا اهتمامكم بالموضوع ده وفي البرنامج رقم واحد الصباحي ومع عالمين جمال محمد وجمال ربنا يخليكم شكرا لحضرتك يا فانديم طيب في البداية لو حدك توضح لنا يعني معلومات أكتر عن هذه الدراسة الحقيقة طبعا احنا لن نمل على ان احنا نوعي عن موضوع السجال الإلكترونية حتى لو واحد بس بطلها احنا يعني الحمد لله ان شاء الله هيبقى حاجة جميلة بالتأكيد ما فيش خلية من خلايا الجسم ما بتتأثرش بالسجال الإلكترونية وخاصة ان سوق السجال الإلكترونية في بلادنا عشوائي بمعنى ما فيش فحوص او حاجة بتتم على الديوت اللي بتي ولا جودتها وفي نوع شعبي ممتشر وفي نوع برينيوم كلهم طبعا مضرين المشكلة طبعا في السجال الإلكترونية وفي السجال حتى العادية هو النيكوتين النيكوتين بيخش لو دخل على شاب اقل من 18 سنة وحتى طبعا بعد 18 سنة بيؤثر على المراكز الخاصة بالإدراك وبيأثر على الشخصية الشخصية بتبقى في نقص تحصيل دراسي بيبقى عصبي بيبقى الآن مش بس عشان انتحاب النيكوتين من الجسم انما فعلا الخلايا نفسها بتبقى فيها احتمادية فيها نوع من انواع اللخبطة في الشخصية نفسها وطبعا استمراره في هذا الموضوع بيكمل طبعا وبيؤثر على خلايا طبعا الجسم كلها ثورة دمائية بالإدراك طبعا السجال الالكترونية فيها زيوت غريبة فيها طبعا غريبة اقصد انها المفروض انها تتاكل مش تتحرق او تتسخن وطبعا فيه جليسرين وجليكول هذا المفروض برضو ما يتكلف الجسم لانها كلها سموم وكل الحاجة اللي في السوائل الالكترونية تم في العسل ريحاتها حلوة وظريفة وكل حاجة بس جموها سموم كثيرة طيب دكتور هو حدث يعني هنا الدراسة معانية اكتر بقى السجار الالكترونية ولا التبغي المسخن هو مطحة كل انواع التبغي في سموم سموم مختلفة يعني الشيشة غير السجاير لان كل حاجة فيها يعني كل الانواع طيب الدراسة دي فاند بمعنية بتقول انه ليها اضرار احنا بكلم على اضرار عضوية لكن الدراسة بتتحدث عن اضرار نفسية اه طبعا الاضرار النفسية كلها برضو مركز على المراكز بتاعت الإجراك والمراكز بتاع تحسن الشخصية او التأثر على الحالة العامة بتاعت الاكتئاب وتأثير على إجراك كبير في الموك وطبعا احنا عملنا فحوص مؤخرا يمكن اول فحوص على السوائل البيت اللي منتشرة في مصر وطلاع فيها سموم كثيرة انا بكلم بكرر كلم السموم دي لانها طبعا حاجة مرعبة وفي طبعا نوع من السوائل في كمية نيكوتين اكتر من قلبتين اللي هو اتماع سولت نيكوتين او ملح نيكوتين بس طبعا ده لا يعني ان الحاجات التانية لا او زي ما حد قلت تبغي المسخن برضو في جلسلين وفي نيكوتين يعني وتبغي معالج المفروض وبالتأثير الشخان نفسه او الحاجة اللي بتسخن دي برضو فيها حاجات اللي لانها فيها المعادن المفروض والفلتر كلهم طبعا بيأثروا على الحالة النفسية والحالة العضوية بالتأكيد انا عايز اقول ليا حضرك يا دكتور انها دلوقتي بحاول اشوف الفيديو اللي احنا عرضينه على الشاشة من كمية الدخان انا مش شايف اي تفاصيل فاعتقد انه الشركات كمان اللي بتنتج هذا النوع من السجائر الالكترونية فهمة كويس حاجة زي دي وبتلعب على نفسية الشباب في كمية الدخان اللي خارجة من هذه السجائر ما حايتك حق طبعا وهي طبعا حيلة وحايتك بتقول لي مصانع او شركات لا دلوقتي الناس بتعملوا تحت بيلة سلم زي ما بيقولوا بتعملوا في بيتها بيجيبوا الحاجة الجيرتن الفلاني او الكمية الفلانية ويحطوها على كذا بدون اي رابط ولا ضابط في نفس الوقت هم مش فاهمين لما بيحطوا الزيت ده على الزيت ده على الجيرترين ودرجة نقاطه فمهمة او ايضا بدون تلف او يعني اللي بيربط الشخص بالتذكين هي الكمية العادم اللي طالع انا بسميها عادم لان هو فعلا عادم وبيحس كده بالانتاج بيحس انه انتك حاجة بالضبط والشيشة برضو كانت كده يعني الشيشة برضو كانت نسبات الناس بيها الكركرة بتاعت السود وفي نفس الوقت الكمية الهوى اللي طالع او العادم اللي طالع وده مش موجودة في السجائر بس طبعا في حاجات اخرى في السجائر انها قبلبل معيها طول الوقت يمكن تعمل برضو السجائر اللي يتكلمين مشكلتها انها فعلا موجودة في جيمي وفي ناس كتيرة بتستخدمها باستمرار كنوع من العادة يعني ما بقعش بس ان انا بأكد نيكوتين و جريسلين والكلام ده انما انا حابب هاندو توموس الطريقة طبعا دي وبرضو يحصل ادمان على النجحة يعني في ناس تحب مثلا التوت هتحب البطير هتحب اي حاجة بتكمل فيها علشان مبسوطة ومثما طبعا او بشوف اصدقاء بيروحوا على قهوة معينة عشان تاخد العلكة انا بقول تاخد لان السيدات بيحبوا البطير العلكة والنعناية ولمون منت ولو ما خدتوش في المكان ده والنوع ده تبقى مزاجها ما خدتش مزاجها يعني او ما خدتش مزاجه يعني دي تبقى زي ما حددك قلت هي بتبقى يعني كمان عادة سيئة جدا زي ما حددك تحدثت لكن الفكرة انه دكتور زي ما حددك تتكلم دلوقتي انه فيه ناس كتير جدا بتتجه للسجار الالكترونية او حتى التبغ المسخن اكتر حتى يعني من الاول يعني فيه ناس كانت ما بتحبش اصلا السجار ريحة السجار التدخين حتى السلبي ما كانوش بيقدروا يتحملوه لكن السجار الالكترونية بقينها بنشوف ناس كتير جدا بتستخدمها مع ان فيه دراسات تتحدث انه بالعكس السجار الالكترونية ممكن تكون اضرارها اكبر من السجار العادية لانه حتى لسه الدراسات عنها لم تكتمل بعد تمام انا بشكرك يا سيدة جمالة طبعا على افار هذا الموضوع وانتي بتقول انها حالة العلبة اللي هي مرسوم عليها توت وطيخ وحاجات واسمها وطبعا انها ملهاش ريحة فحيقدر يروح البيت بدون محد يشموا او الموجود طبعا تستجايا والاغراء بتاع حكلها وانه اكبر من دي ودي مرسوم عليها كذا والكفرات والالوان اه طبعا بيجرد بيجرد انهم يتنفسوا من نوع ويعضوا يتكلموا على الحاجة بتبقى بجد حالة مزاجية وطبعا التابع كله المنتجات التابع كلها عندها نفس الحالة مزاجية بس الضيب والتابع المسخن في حاجات اضافية بيبقى الشكل مع انه هو حاجة جديدة وغالية وطبعا عندهم القناعة والله يعني زماننا من التكاثر عندهم القناعة انها اقل ضررا بس لو احنا اخذنا الاعلان المكتوب انها 95% سموم اقل احنا عندنا كمسة في المية سموم تبا اعتراف الشركات احنا عارفين انها فيها سموم اكثر ومختلفة عن السجال العادية والشيشة فانا مش متخيل ان الشخص يروح بنفسه يدفع فلوس في حاجة معينة ويقعد يملى السائل الالكتروني او فيه طبعا انواع اللي هي بخلصها بعد الف يعني نفس وطبعا كل الحاجات دي وكل اللي احنا بنقوله يعني بيدخل من الودن ويخرج من الودن التانية بس بالتأكيد بالتأكيد كل يوم وكل ما نتكلم عنها اكتر وكل ما نوعي وكل ما الدرسات تتعمل وتبين لنا مشاكل اكتر طبعا من فاش نقطع الكلام عن اضرارها وعن سلبياتها وتأثيرها السلبي على السلوكيات وعلى الصحة العامة ده طبعا ما فيش شك في الكلام ده احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور وائل صفوط استشاري البطمة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين شكرا جزيلا نفهم شدينا فاصل سريع ونرجع لحضرتك على طبعا اهلا بكم في مجزل اهم الاخبار الرياضية المحلية والعالمية النادي الاهلي استقنف تدريباته على ملعب التيتش بالجزيرة وعقد مارسل كولر المدير الفني للاهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق الميران الجماعي في اطار التحذيرات لمباراة الزمانية في نهائي كأس مصر وقدت اللاعبة تدريبات بدنية متنوعة اختتم مارسل كولر المدير الفني فقرات الميران بتأسيمة قوية شاركت فيها كل اللاعبة مجلس ادارة النادي الاهلي قرر في اجتماعه تكليف محمد الضماطي عضو مجلس الادارة برئاسة باعثة الفريق الاول لكرة القدم والمتاجهة الى المملكة العربية السعودية يوم الاربع الجاي للمشاركة في مباراة كأس مصر الجمعة الجاية في مدينة الرياض وباعثة فريق نادي الزمالك وصلت للمملكة العربية السعودية استعدادا لخول مباراة نهائي كأس مصر امام الاهلي واللي هتتلاقي بيوم الجمعة الجاية على استاد الاول بارك بمدينة الرياض وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزي جوماز الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية بفندق الإقامة وفقا للبرنامج الموضوع لللاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي لعيبة منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين تحت 20 سنة اكتصحت مدليات منافسات الفردي في بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب تحت 15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 ل7 مارس الجاري داخل مجمع الصلاة المغطى باستاد القاهرة الدولي تمكن أبطال مصر من تحقيق أربع مدليات فريق أرسنل حقق فوز على شفل دي نايتد بنتيجة 5 صفر خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم في ختام مباريات الجولة 27 لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبيتواجد فريق أرسنل في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة وشفل دي نايتد في آخر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة فريق إنتر ميلان فاز على جنوى بنتيجة 2 واحد في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سانسيرو ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي عزز نادي إنتر ميلان صدار الترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة وتواجد نادي جيرونا في المركز لتنشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة فريق ترب زون سبور اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود ريزيجي خسر أمام فريق ألانيا سبور اللي بيضم المهاجم أحمد حسن كوكا بنتيجة 3 واحد في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة رقم 28 من منافسات الدوري التركي وتواجد فريق ترب زون سبور في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة وألانيا سبور في المركز الثالثاشر بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 33 نقطة فريق العين الإماراتي حقق الفوز على فريق النصر السعودي بنتيجة واحد صفر في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن ذهاب دور ربع نهائي لدوري أبطال أسيا وكده خلصت نشرتنا الرئيبية ونعود مرة أخرى لشازلي والجمانة ومتابعة فقرات سبع الخير يا مصر شكرا لك يا هلا على مدار 48 ساعة الأبطال مصريين فردوا سيطرتهم المطلقة في عرض مبهر للقوة والمهارة على بطولة أفريقيا لسلاح للناشئين والشباب من خلال حصدهم 16 ميدالية في أول يومين من البطولة المقامة في القاهرة طبعا تفاصيل أكتر عن هذه البطولة معنا على التليفون الدكتور أيمن غنيم المدير الإداري لمنتخب مصر للسلاح صباح الخير عليك فانا صباح الخير يا أهلا بحضرتك طبعا عرض مبهر وقوي الأبطال مصر شرفون الحي في بطولة أفريقيا للسلاح لو نتعرف من حضرتك أكتر يعني إزاي وصلنا لهذا المستوى طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البطولة يعني ناشئين وشباب وتحت 15 سنة مش كلها تحت 15 تمام تحت 20 سنة وتحت 17 وتحت 15 سنة في ثلاث أسلاحة إبطية وفلورية وصد مصر طبعا مسيطرة على السلاح على المستوى الأفريقي تتسطر المستوى الأفريقي كل الأسلاحة الثلاثة سوديان وبنات وعدد المدليات طبعا من اليومين اللي فاتوا زايت من 16 إلى 26 مدليات على هو مصر خادت 26 مدليات في المركز الأول وتيجي بعدها تونس خادت خمس مدليات وبعد كده تنغال مدليتين وبعد كده نيجاليا مدليا وجنوب أفريقيا مدليتين عشان الاتنين برونس الـ 26 مدليا في طوال مصر دول 7 ذهب و 6 فضة و 13 برونس طيب فندم يعني محمد اتكلم ما شاء الله 16 مدليا في أول يومين من البطولة ده إنجاز كبير جدا حابين نعرف من حضرتك إزاي قدرنا وقدرت مصر إنها تتصدر جدول ترتيب المدليات ورصدنا حتى من الذهبيات والفضيات وبرونسيات زي ما حضرتك ذكرتها دلوقتي إزاي قدرنا أن نوصل لهذا المركز طيب هو 26 مدليا دولة حقا يعني اعتبرت في 6 منافسات إذن عندنا لعبين مميزين جدا في الأسلحة كلها عندنا مثلا سلح كتر مبارزة محمد يسين ده المصالمة الأول عالميا على مستوى الشباب تحت 20 سنة عندنا عبد الرحمن طلبة في سلح الشيش برضو لها مميز جدا فالجيل اللي طالع في مستوى 20 سنة و 17 سنة من الأبطال المطفيين إن شاء الله معبر عن السيطرة المصرية للسلاح على مستوى العالم ده جي منين؟ ده جي أن في خطة تنفع للسلاح بقالها 5 سنوات الخطة دي بدأت من كاتل عالم في القاهرة سنة واحد وعشرين أو بطولة العالم في القاهرة سنة واحد وعشرين إدارة مصر تحقق خمس مدليات وبعدين 22 في دبي إدارة مصر تحقق خمس مدليات وبعدين 23 في بلغاريا إدارة مصر تحقق خمس مدليات في السلطة العالم ومستهدفها إن شاء الله إن السرياض 24 تكمل الخماسية علشان تثبت تدارة المتخبات المصرية من خلال الخطة الطموحة دي بنقول إن السلاح ما بيحققش مدليات بالصدفة لا بيحقق مدليات بناء على خطة مبنية على تدريب واعي وإنجازات مستمرة عظيم إيه ملامح هذه الخطة يا فندم أكتر وإزاي الاتحاد كمان بيساعد في دعم هؤلاء الأبطال طيب الملامح بتطمحوا الحوالين إن بيتم تفعيد عناصر من النشئيين تحت 20 سنة دايما للمشاركة في بطولات العمومي سواء كاس عالم أو جران ريبرية أو بطولة أسرقية وفيه ناس كتير من 20 سنة بيجوينوا في المنتخب الأولمبي ضمن خطة تأهيل الأولمبي يعني عندنا محمد ياسين عندنا أحمد إشام زياد نوصل عبد الرحمن طلبة كل اللاعبين دول حتى في البنات نفس الشيء يعني بيشتركوا مع المنتخب الأولمبي في خطة تأهيل وبيقدروا يسافروا في خطة تأهيل فبيبقى دعا عامل مقل خطرة من مطحلة العمومي في مطحلة 20 و17 وهكذا الحاجة الأولانية الحاجة الثانية أن الاتحاد يشارك خمس بطولات في كل سلاح على مستوى العالم فالاحتكاك الدول للمشاركات الدولية دي خلت المستوى بتاع 17 و20 سنة يرتقي عام قبل مثلا خمس سنين وستنين عند الوقت دكتور أيمان مصر بتشارك في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لكل الأعمار الهدف من دا وإيه أبرز الأسماء أنت هذك ذكرت بعض أسماء أبطالنا الحقيقة اللي بنعتمد عليهم بشكل كامل لكن حابين نتعرف على أبطال أكتر طيب وإحنا ليه بنشترك بالعدد كامل أول حاجة لأنه في مصر في استاذ القاهرة بتقام البطولة ولسه شغالة من نهاردة وبكرة وبعده فدي فرصة طيبة أن كل اللاعبين بتوعنا يخصل لهم احتكاك دولي البطولة فيها 11 دولة فما بتمثلش تكلفة عالية على الاتحاد في الصفر والتأشيرات وهكذا فنشارك ببقى تكامل في كل المراحل العمرية وطبعا المشاركة بناءنا على التصنيف لا يوجد رأي فأني خالص كل الناس اشتركت بتصنيفها على مستعمص الأسماء الأبرز في البطولة يعني احنا عندنا مثلا عبد الرحمن طلبة في سلح الشيش عندنا فاطمة عصام في سلح الشيش بنات عندنا سلمة هاني في سلح الشيش بنات أنا بكلم حركة على الحقاء طبعا محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد وإسلام أسامة في سيف المبردة عندنا بنات سيف المبردة لوروة سلمان وسلمة الشيخ وفريدة عبدالخميد وهبا عبدالحكيم عندنا أحمد هشام وياتين فوزي بزياد نوفل وأدهم أدهم أمات في سلاح السيف وهو أرض يوضار وعريض يوضار وأدهم شربي بسلاح السيف تحت سبعتاشر وآخر سلاح نجوة نوفل وخديجة هشام ولينا أشرف وجانا عبدالعزيز بسلاح السيف طبعا طالب مش هنرافنا وبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق في البطولات القادمة كل شكر لحضرتك دكتور أيمن غنيم المدير الإداري منتخب مصر للسلاح ألف شكرا فانا النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للحياة البرية يوم بيعتبر فرصة للاحتفال بغنى وتنوع الحيوانات والنباتات البرية أهمية الكبيرة الكبيرة على هذا الكوكم عشان كده احنا معنا على التليفون دلوقتي واحد من المصورين المصريين اللي كان لهم فرصة في توثيق ورصد الحياة البرية في الغبات والمحميات الطبعية وهو أستاذ أحمد الششتاوي العضو المؤسس بالجماعية المصرية لمصوري الحياة البرية صباح الخير عليك يا فانا صباح الخير يا أهلا بيك يا أستاذ أحمد أستاذ أحمد أهلا بحضرتك طبعا العالم الحياة البرية مليء بالتنوع وممتع للغاية وكل الناس اللي زاروا الغبات أو اتعاملوا مع الحيوانات الموجودة فيها الحياة البرية بيرجعوا بتجارب مختلفة وتفاصيل ممكن ناس كتيرة ما تسمعش عنها لكن في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه الدوافع اللي خلالتك تدخل هذا العالم صباح الخير أولا والله يعني دخولي هذا العالم كان طفل كانت أجمل طفل حياتي كان حد من أصدقائنا المصورين المصورين الحياة البرية شطوا له صور لطيور عجبتني جدا فقلت يعني أجرب إن أنا أعمل حاجات إيه كده ربنا كرم واحدة واحدة دخلت في الموضوع لغاية ما بقى شخص كبير والحمد لله قدرت توفر المعدات وصورت في مصر وبدأت بقى أقرط برا مصر أزول محليات في الدول أفريكية إن أنا قدر أوسك الحيوانات أو موضوع الحياة البرية عموما لأن موضوع الحياة البرية في مصر فيه حيوانات كتير إنقردت من فترة فعشان نقدر نشوف الحيوانات دي في الطبيعة أو في الدرية لازم نحصل لها برا مصر أستاذ أحمد حضريةك يعني مهتم بالحياة البرية بس مهتم بشكل خاص بالطيور وده أكيد بيتطلب يعني رحلاتك بيبقى ليها طابع خاص وبيقى ليها ترتيبات خاصة فلو تحكي لنا الترتيبات دي وزي بترتب لما تكون حابب أن أنت تطلع التصور حدث معين ليها علاقة بالطيور أو بالطيور المهاجرة أو أي إن كان طبعا حدثت تشرحينها بشكل أفضل والله يعني الاهتمام بالطيور كان زي ما قلت حدثت شوية إن أفصلا يعني مصر مشهورة بالطيور أكتر من باقي الهيوانات البرية لأن حناكتر انقردت فكان طبيعي إن أنا أبدأ بالطيور أبدأ الحياة برية بالطيور لأن هي المطفرة في مصر وقدم ففي أماكن كثير في مصر طبعا ده بيرجع للتنوع للرحية بمصر يعني مجرد الصيور دي بيرجع للتنوع للرحية بمصر بالنسبة للأراضي مثلا أراضي الرطبة بالنسبة للميال الميال الميال ميال الميال ملحة في البحار وبحيرات تقفر كتير من بقاياة للطيور دي تخلى من الصوارة موجودة بكثرة طبعا مصر طبعا أهم طرق الهجرة للطيور اللي بتيجي من شرق اسيا بتيجي من غروبة. بتعدى على مصر. مصر معبر مهم جدا للطور دي انها تروح افراكيا. وفي طريق الهيدرالية وفي العودة برضو من افراكيا بتعدى على مصر. طبعا مصر معبر مهم جدا. اه بالنسبة للحالات السورة تقول طبعا تبقى تركيبات اه جدا. اهم حاجة اننا كن موجودين في المكان ما نصور فيه من قبل الشروع. يعني من قبل الشروع لازم نكون موجودين في المكان. اه طبعا نصور الحياة البرية ومصور الطيور الذي يخصف بالهدوء. اه واهم حاجة طبعا في موضوع التصوير ان انا حافظ على الطيور دي لاني يعني اه الطيور دي اه انا بطور عشان اوري الجمال بتاع طول بين الناس عشان نصف احافظ عليها. يعني في هدف اسم من التصوير هو المحافظة على الطيور دي. طبعا النهاردة الاحتفالية بتاع اليوم العالمي للحياة البرية. اه وكمان للطبع السنية دي للطيور. للطبع بتاع الاحتفال اليوم العالمي الحياة البرية. هو استخدام التكنيات او الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على او تصول الطبيعة او في الحفاظ على الحياة البرية. طبعا احنا كم مصورين اه اه النقطة دي مهمة جدا اللي انا بنستخدم المؤدات الحديثة وتكنيات الذكاء الاصطناعي في اننا نتطور اليوم دي ونورق للناس عشان الناس بقدر تحافظ عليها. مهم كمان يا شوز احمد انه هذا العالم هو خاص بهم. لا دخل الانسان فيه. ويمكن دي اه فالدخول الى هذا العالم اعتقد بيكون صعب جدا على اي شخص انه يتكيف عشان يقدر يتعامل مع هذه الحيوانات والكائنات الموجودة في الحياة البرية. يخصوا ان فيها حيوانات مفترسة كتير. فهل الامر بيتطلب دراسة عن طبيعة هذه الحيوانات? والله طبعا يعني بالنسبة للطيور احنا يعني بندرس اه البهيفيار بتاع الطائر اه واحدة واحدة عشان نتطوره عشان افهم واقدر اطلع منه صور كويسة من نفس شوفها كويسة. بنسبة الحيوانات طبعا اه المحميات الكبيرة اللي بنشوفها اللي احنا نخش برطات كبيرة بارك بارك مفتوح الحيوانات في طبيعتها اه بناخد حزرنا طبعا بنبقى تهمين البهيفيار الحيوانات. اه طبعا ما بيش خروج برطار السفاري. انا يعني انا بتطور من قلب السفارة ومنفعش نخرج بره لأي ضرب. الا بتأمين طبعا من الزهد اللي معنا. فلازم نكون برسين الكلام ده كبير صبعا عشان ما غيرش عادنا للخطر. وفي نفس الوقت نقدر نورن الناس الحيوانات دي بقيتها. لان الحاجات دي بقت نوادر. وقدام هتبقى الصور بداية ما دي هي المرجع الموجود. مرشيف صحيح. الوحيد اللي موجود للضرطات العلمية والبحث والكلام ده مش هيبك تجد. طبعا يعني اكيد في موقف عديد بيها استاذ احمد لو لو تفتكر يعني اكتر موقف انت دايما بيروحش من بالك. في صورة الحياة البرية والله كتير كتير جدا يعني اخيرهم مثلا انا كنت اتنية لسه من ثلاث شهور او من الاناكندة. امم. الاناكندة يعني بس كغزال اه كتفته كده لغاية ما مات. اه كتفته. اه كتفته. لما لسوفه حواليه كده حواليه بخانيته لغاية ما مات وكانت تزدق اه لسه تاكل فيه. فكان منظر بالنسبالي ان انا كنت شوف الكلام دايما في اقلام الوفاقية. طبعا يعني هي مهنة يعني محفوفة بالمخاطر بكل تأكيد. وكل يوم بتبقى معرض لموقف آآ مختلف لكن برضو فيها قدر وجانب كبير جدا من آآ المتعة. مشكلة ده جزيل الشكر الاستاذ احمد الششتاوي العضو المؤسس بالجامعية المصرية لمصوري الحياة البرية. دلوقتي مشاهدينا بعد مجاز لهم الاخبار مع هالا. شكرا شازلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة. السابع بتوقيت جرينتش. مجازو الاخبار من التليفزيون المصري. اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين لمنظومة التقاضي وتحديث آليتها بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. وخلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان شدد الرئيس السيسي على تطبيق القانون بكل امانة ونزاهة ومسواء. تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية حقوق المواطنين والمجتمع. كما اطلع الرئيس السيسي على اجراءات تفعيل قانون التحالف للعمل الاهلي. اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بسرعة الافراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ. خاصة السلع الغذائية والادوية والاعلاف ومستلزمات الانتاج. كما اكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية ان الدولة مستمرة في اجراءاتها الاصلاحية. فيما يتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير. وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات. كما اشار رئيس الوزراء الى الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس السيسي بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الامنة. قال وزير الخارجية سامح شكري ان اي خطة لادخال المساعدات الى قطاع غزة لا بد ان تنفذ سريعا. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية هانكي بروين سلوت اوضح شكري ان المساعدات غير قادرة على الدخول بسبب اجراءات اسرائيل مطالبا بضرورة وقف فوري لاطلاق النار وزيادة المساعدات الى غزة. كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر لاي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة. اكد السفير اسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ان البعض حاول تضييق الخناق على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اون روا. وخلال كلمته امام مجلس الامن اكد عبدالخالق الحاجة الى احترام وكالة اون روا. مضيفا ان مصر تطالب مجلس الامن بالتضامن مع الوكالة الدولية لضمان حماية الشعب الفلسطيني من تدهور الاوضاع الانسانية. استشهد عشرة فلسطينيين واصيب اخرون غالبيتهم من الاطفال والنساء في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. واكدت مصادر طبية سقوط الضحايا في قصف اسرائيلي. استهدفا منزل قرب المستشفى الاوروبي شرق خان يونس جنوب القطاع. ليرتفع عدد الشهداء جراء غارات اسرائيلية على منزلين في مدينة رفحة الفلسطينية الى 19 شهيدا. كما قصف الطائرات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق خان يونس دون اصابات. واطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ بحر بيت لهيا شمال القطاع. اعلنت القيادة العسكرية المركزية الامريكية ان قوات الحوثي استهدفت سفينة الحاويات MSC سكاي تو في خليج عدن بصاروخيين باليستيين مضادين للسفن في خليج عدن. واضافت القيادة المركزية ان احد الصاروخين اصاب السفينة ما تسبب في وقوع اضرار لافتة الى ان التقارير الاولية تشير الى عدم وقوع اصابات. ولم تطلب السفينة المساعدة ووصلت طريقها. يصوت الناخبون الامريكيون اليوم في 15 ولاية ومنطقة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الامريكية فيما يعرف بالثلاثة الكبير. ويعتبر هذا اليوم في الغالب فرصة لتقليص عدد المرشحين حيث يمكن ان يحدد اتجاه السباق. لانه يمثل عددا كبيرا من اصوات المندوبين الذين سيتم تعيينهم للمؤتمر الوطني للحزبين من اجل اختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية. ويحسم الثلاثة الكبير اصوات ثلث المندوبين الجمهوريين الذين سيصوتون لاختيار مرشح الحزب في المؤتمر العام المقرر في الصيف. وهناك نسبة متقاربة من المندوبين الديمقراطيين ايضا يحسمها الثلاثة الكبير. انتهى موجز التاسعة واعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. في عادة كده بتعملها ستات مع دخول رمضان بالنسبة طبعا للاكل بيعملوا حاجة وطلعوا مصطلح جديد اسمه انفارزن الاكل. بيعملوا كذا طبخة او كذا اكلة ويشيلوا منها اكياس كده ويحطوها في الفريزر عشان تنفع. ده طبعا بتعملوا بقى المرأة العاملة يمكن مقدر شوية يعني ان المرأة العاملة تعمل كده. عندها شغل وعندها تفاصيل تانية واهتمامات بامور تانية فممكن تعمل كده. لكن بقى ده طبعا وعادة عند كل ستات تقريبا ان هما بيعملوا العادة دي ان هما يحطوا الاكل جاهز بستوي يحطوه في الفريزر. واعتقد ان دي حاجة يا جمانة اكيد اكيد ليها مخاطر. اكيد يعني في ناس بيبقى بعض الاكلات بيحضروها ويحطوها تبقى نص مجمدة كده زي بيطلق عليها او في حتى بيحضروها وانا دفقوا نص سوى. انا سعيدة بمصطلحاتك. نص سوى سعيدة بيكو. نص بقى ما ديتني في الحاجات دي خلاص بقى ويه بشتغل يعني. يعني لأي حال خلينا نعرف كده مع بعض هل الطرق دي صح? هل طرق بعض الطرق ممكن تكون خطر? هل في بيحصل تكوين لبعض المركبات الضر على صحة الانسان? خلينا تفاصيل اكتر من دكتر مروى شعير. استاذ مساعد الاغذية الخاصة والتغذية. مهد بحوث تكنولوجيا الاغذية. صباح خير. صباح خير. صباح خير. على كل استاذة المشاهدين يمكن جميل دائما. اهلا بك. طيب في البداية نتعرف من حضرك على الاخطاء الشائعة اللي بيستخدمها رباط البيوت لتغزين الاكل. اوكي. دول طبعا زي ما حضراتكو قلتو اللي هو الفترة بتاعة الناس بتفرزن الاكل بتاعها وفي رمضان. اول حاجة لازم الناس تعمل على قد الاستهلاك بتاعها. يعني هي تستفيد من خبراتها السابقة. ان هي عملت قد ايه حاجات سواء خزينتها في الفريزر او جابت مثلا كميات من البصل والتوم او 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 او. وخسر منها قدية او هي مستخدمتش قدية. فهيبقى فيه حتة توشير استهلاك ان هي هتجيب على قد احتياجاتها او على قد الاستهلاك بتاعها. فيه من ضمن مثلا الحاجات زي ما حضراتكو قلتو التفريز ممكن يكون صح. بس على حسب ايه? على حسب ان انا اخدت الاجراءات السليمة اثناء عملية التفريز بتاعي. ابرزها مثلا ان دلوقتي الناس بتبتدي تعمل الخضار. وتيجي تعمل التوم. والتوم ده علامة استفام عايز اتكلم عليها. وحاجات كتير جدا. واللحمة المفرومة والكفتة. التوم لوحده? التوم لوحده ولا بيحطوه في حاجة يعني. لا التوم لوحده والتخزين بتاعه لان فيه حاجات كتير جدا على السوشيال ميديا. ده خطر ده غلط ده صح. طب ايه الصح. طب الناس ده خزينه ازاي. فده بالذات يعني على جنب عايز اتكلم عنه. فبواكه عام ان انا لو اتخذت الاجراءات السليمة اثناء التخزين. بعد كده لما اجي اطلعه هستخدمه ازاي? مش هتكون فيه اي مشكلة. انما لو فيه طبعا اجراءات غلط اثناء الاعداد او ان انا جيت بقى ابتدت اطلع من الفريزر وابتدي اسيبه في درجة حرارة الغرفة العادية وقت طويل وبعدين ابتدي اطبخه او ابتدي ان اطلع الحاجة من الفريزر اخد منها شوية واروح مرجعها الباقي. كل ده اجراءات غلط الناس بتعملها. طيب هل ده بيمشي على كل الاكل? يعني مسألة التخزين. على كل الاكل دي اللي هي الاحتياطات كلها لو انا جيت خدتها. صح? هتمشي. لان معظم التفريز ايه? الناس بتعمل خضار بتبتدي تعمل هي كفتة تحطها في التلاجة. بتبتدي ان هي تعمل التوم وحتكلم عليه سواء التخزين العادي او في الفريزر. سواء بيجيبوا اللحوم سواء السامبوسك سواء البطاطس النص المقلية. الناس بتبتدي تعمل كده فده مش يعني الحاجات دي مش مش غلط. طب خلينا نأخذها زي ما حضرتك قلتي كده الامثلة اللي حضرتك بكرتيها. زي ما قلتي البطاطس التوم. كل الامثلة دي. دي فعلا يمكن الحاجات الشائعة اللي ناس تحب تخزينها. تمام. لو حضرتك لنا ايه الصح و ايه الغلط. طب طب. اول حاجة مثلا بالنسبة للتوم. بالنسبة على السوشال ميديا كتير. لا ده كويس. وفيه ناس تقول لا ده دور. ونلاقي شفات كتير جدا بيدوا الطرق بتاعة السيدات البيوت ازاي ان هما يبطلوا يخزنوا التوم. فانا هقول لو حتخزنوا التوم تخزنوا ازاي؟ بحيث يكون بطريقة صحية سليمة. اول حاجة افضل حاجة لتخزين التوم اللي هي الطريقة القديمة بتاعتنا بتاع الزمان اللي بتخلي اللي هو التوم سليم والناس تحطوا في التربو بتاعها او في الارياف والصعيد كانوا بيحطوه في البلاكونات او في اسطح المنازل وما زال موجود دلوات. طبعا احنا احنا مش هنعمل كده في بيتنا بس نحطوه في التربو في مكان يعني بتهوية. مش 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 ماكوهش شمس عالية ماكوهش رتوبة. يكون مكان مظلم شوية فتكون الدنيا تمام. طيب الناس بقى اللي بتاعت بتفروموا التوم والخلطات بتاعت الشفات اللي احنا بنشوفها. التوم المفروم. ودلوقتي التوم الاخضر السيدات بيبتدوا ان هما يعملوا كده. باجي بقول للسيدات عشان بتعمل التوم صحيح تخزين بتاعه عايزه بطريقة مفرومة. حضرتك تبتدي تفروميه. ولما باجي بأشر التوم بيكون على اين هقشره كيلو هبتدي افرومه في ساعتها على طول. وببتدي اثناء الاعداد بتاعي اعمل. ما حفظوش سليم. يعني فيه ناس بتبتدي تعمل سليم وتركن على مؤشر تاني وتسيبه ماركون. لا. انا جيت تقشرت التوم بتاع اللي هفرومه دلوقتي في هذه الحزة. لما باجي بخزنه البرتمانات مثلا في التلاجة يفضل انها تكون برتمانات صغيرة. تكون متعقمة كويس جدا سواء انا ببتدي اخسلها كويس وحطها في الفرن من الشفة وحطها في الفرن لمدة دقايق. بعد ما بيطفي اول فيه برنامج تعقيم برتمانات في المايكرويف. طيب باجي بابتدي بفروم التوم. بابتدي احط لكل كيلو توم اربعين جرام تقريبا ملح. يعني يعني طيب مبسطة ازاي. اللي هي معلقة الشربة دي اربع ملح فيها. ابتدي احطهم على كيلو التوم. وافرم كويس جدا. وابتدي على طول اعبي مباشرة في البرتمانات بتاعتي. وابتدي احط زيت. ليه الزيت? الزيت عشان بيعمل لي طبقة تمنع ان هو هو يخش فيها. فبالتالي التوم ده ما يفسدش. وزي ما اتفقنا برتمانات صغيرة. وابتدي ان انا احطها في التلاجة. طيب اوكي لما باجي بقى استخدمه حضرتك. لازم تكون المعلقة بتاعتي معلقة نشفة ونظيفة. يعني ما تبقاش مثلا معلقة مطلعها من من الخضار او كنت بقلب حاجة وابتدي اخد وحطه كده. لا بابتدي ان انا اخد على قد الطبخة بتاعتي بمعلقة نظيفة. وفي نفس الوقت لو الزيت ده ابتدى اللي هو الكمية بتاعته تقل. ببتدي ازود زيت تاني عليه وبحطه في التلاج. وزي ما اتفقنا برتمانات صغيرة بحيس تخلص على طيب. طيب لو في الفريزر. هل الفريزر ده غلط? لو احنا اتبعنا برضو الطرق السليمة في تخزينها مش هيبقى غلط ولا حاجة. ان انا برضو بأثناء الفرم بعمله بحط له ملح. وببتدي ان انا اعمله مكعبات صغيرة كده على قد الطبخة. واول ما طلعها اتضخها على طول. عشان عشان مايفكش كله. مايفكش كله. ولا حتى اسيب المكعب اللي حد بخبيه ده. عورطة بقى للهوى يبتدي على ما يسيح وعلى ما يعمل كده. بطلعه على طول سواء بنعمل تقليات بنعمل ما يتخذش طب. طيب. نفس القصة برضو للبصل. الناس اللي بتدي بتدي انها تعمل بصل مفروم. وبتخطوه في التلاج. بنقولهم تفتروا تفرومو كويس. تحطوه في اكياس. تفرغوها كويس جدا من الهوى. بيكون الكيس على قد الطبخة برضو بتاعتي. ما بستعملش البصل في الاصناف اللي بتحط فيها نية. لازم ان انا لما ايه اطلع برضو يخش على طول في مرحلة التسوية والتعرض لدرجة الحرارة العالية. طيب. مش كل الناس بتحط الحاجة في الفريزر في القلب بتاعت التلاجة. في ناس كتير قوي بتستخدم الاكياس التلاجة اللي هي الخفيفة دي. اوكي. هل دي لها ضرر على الحاجات الجواها؟ اوكي. فيه بتبقى اكياس مقصصة مخصوصة لحفظ الاطعمة. وممكن احنا لو نتكلم بطريقة بسيطة او لو حد مثلا وش عنده خبرة او ان هو يقدر يشتريها. ممكن نقول الاكياس بتاعت البوليس بس بنيجي بقى في حتة معينة. ان انا ما حطش اكل سخن مهما كان يعني نوع الكيس بتاعي ما ينفعش اكل سخن كده يعني سخن جدا او حاجة سخنة قوي. ابتدي احطها في كيس حتى لو بوليسلين. وابتدي اروح مدى الخلافة التلاجة. لازم يكون ايه يعني الحاجة هادية شوية ما تبقاش درجة حرارتها عالية. وبحطها في الاكياس دهات. وحضي الهوة. وبحطها بالنسبة للاكالات النص سوا بقى دكتر. هل دي سريم ان ان سيدات راوربات البيوتي يعملوا اكل نص سوا ويستبوه في الفريزر عشان لما يجهزوا اكل. يبقى اسهل لهم ويوفر وقت ولا لا. بقول برضو في الحتة دي ان لو هيحطوا في الفريزر هيطلعوه يطبقوه على طول. بمعنى يعني مثلا فيه ناس بتعمل محاشي ملفوفة كده يحطوها اطباق في الفريزر. خلاص. مية. مية. لما انا باجي بطلعها بحط على طول بساوي على طول الشرب عليها. وبتبتدي انها تستغل. فيه ناس بتبقى عاملة العصاق بتاع اللحمة للصواني. لو حضرتك هتطلعيه على طول هتبتدي ادخله فيه سواء عاملة في مكارونا سواء عاملة في رؤاء. وابتدي ادخله في البوتكاس. حفظ الاكل كمان مهم جدا في حتة اللي هو في الفريزر. ان انا بعمل ترشيد للاستهلاك او بقلي للهدر من الاكل التاعي. يعني مثلا سي. دلوقتي اي ست بيت مثلا طبخة سي خضار بسلة. اي اكل. وبقى منها جزء. بتشيله ونظيف في الفريزر. وبعدين تجي تطلعه. تسخنه. تسخين مرة واحدة بس على قد الغدوة اللي هتاكلها. وقد الاكل اللي هتاكلها. تسخنها تسخين مرة واحدة. يبقى انا كده عندي تجميد في الحالة دي للاكل المطهي. ده كده وفر لي الاكل ان هو ممكن يحضره هادري منه ان هو يترمي او ان هو يبوز او 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 او. برضو نفس القصة بقول ما يبقاش الاكل درجة حرارته عليه. وابتدي احطه كيس في لا اسيبه ساعة كده ولا حاجة. وابتدي اعبي في الكيس من اكياس ممكن البوليسلين. او ممكن في محلات اللي هي بتبقى العبوات الغذائية اللي هم في اكياس بتكون يعني اعلى شوية مخصصة لحفظ الاطعمة. وابتدي احط فيها الاكل بتاعه وبحط في الفريسل. بطلع تسخين مرة واحدة. ايه الضرر لو تسخن تاني مرة? الايه? ايه الضرر لو تسخن تاني مرة? او ممكن عرضه بقى ان تتكون فيه التسمم الغذائي. او لو نقول التلوس الميكروفيا ممكن يحصل تسمم غذائي بيكون فيه يعني الاكل عرضه اكتر ان هو يحدث لنا تسمم غذائي نتيجي ان هو يتلوس. تمام طيب بعض الناس بيقولوا معرفش دي حقيقة ولا لا ان الحاجة لما تخرج من التلاج من الفريزر متجمدة. خرجت فكت خلاص ما يمفعش ترجع تاني. ده اللي بقوله. ده اللي بقوله. ده بيكون افضل. زي مثلا سي. انت حضرتك حتى بقول للناس لما تيجي تشتري حاجة من السوبر ماركت لو هتشتري حتى الحوم او اسمك او كده. لقيت التلج منفاصل او المية منفصلة عن جسم السمكة او الفرخة او اللحمة او كيس الخضار دي ما تشتريهوش. لان معنى كده ان ده كان فيه تخزين سيء. فبتريت ان هي سيحت وجمدت مرة اخرى. طيب ليه بقى عندي في البيت لما الحاجة تسيح. يعني هي مرة واحدة بس. ما ينفعش ان انا اجي اعملها. تاني نفس الفكر اللي انا جيت قلت فيها. اول حاجة لما انا تكرار الحاجة اللي انا بفكها واسيح. غير انها بتفقد قيمتها الغذائية. بتكون عرض اكتر ان ممكن بعض الاغذية انها تتكون فيها المركبات الدارة او المكونات الدارة. وبتكون ابرزة كمان بيلاقيها في الاكل المستوي بيكون كمان اكتر. فبالتالي بيكون عرضة ان ده يحصل لي مشاكل يحصل تسامم غذائي للناس اللي بتتناول. طيب من هندا خينا على رمضان يا دكتور. وكل اللي بيوث المصري تقريبا بتعمل فول. البعض بيستخدم كاربونات او مركبات من عند العطار لتسريع تسوية الفول. هل ده مضر وهل هو فعلا بيسرع عملية تسوية الفول? ها هي في المادة اللي هم ممكن. مش عايزة قول كل بيعين الفول بس اللي هما ممكن معظم هم اللي بيعملوا تس没有 مواد الضارة اللي بيعملوها تسريع للتسويع بتاعت الفول ودي مواد الضارة للجسم بتاعنا. للناس اللي بيجيب كل يوم فول من الشارع وتبتدي ان هي تكلفة مع التراكم على المادة الطويل. ممكن المادة كيميائية الضارة اللي بيستخدمينها فيه التسريع من التسوية دهيت تسبب لهم مشاكل صحية كتير جدا طب احنا في البيت هنبتدي نعمل ايه بشدد على رباط بيوت او السيدات في بيوتنا او احنا كلنا اما نيجي ندمس الفول ان احنا لازم ننقعهم مدة كافية لا تقل عن 8 ساعات يعني ممكن كمان من 8 ل 12 ساعات زي ساعة شواء في السواء بيسرع غير السواء كمان بتخلص من اللي هي المواد المضادات التغذية اللي هي الموجودة في الفول نفسه واللي ممكن بعد كده بتأثر بالسلب علي بعد كده او على صحيتي بعد كده فببتدي اثناء النعاء بغير المية المية تتغير المية تتغير ولما باجي بقى سوي الفول بتكون في مية تمام جديدة تماما ممكن اللي هي البيكربوناتو او كده في الناس بتحط فيه التسوية بتاعتها تحط جزء صغير منها دوارد بس انا مش بفضلوا يعني انت لحضرتك لما بتنقعيه فترة كافية هو الفول معروف انه هو عشان يبقى الطعمه والنكها بتاعتنا تديلوا وقته في السوى بتاعته بياخد السوى كبير ممكن انا اعمل كمية كبيرة عندي وابتدي اعمل كياس صغيرة في الفريزر وبعد كده اطلع ان انا اسخانها على قد السحور وابتدي ان انا اعمله ببتدي ان انا ارفع القيمة الغذائية بتاعته الاسناء التدميس بتاعه ان انا بدعمه ممكن بانواع من الحبوب عشان ارفع قيمته الغذائية فممكن ان انا ابتدي احط فيه الرز شوية رز موجودين فيه فيه برضو ممكن ارفع قيمته الغذائية ان انا احط له شوية من العس وطبعا بحط له الطماطم وبعض الخضروات اللي انا بحبه فيه بقى ممكن عشان انا عايزة احصل على اللون بتاع زي اللون الاحمر اللي بشوفه فيه الشارع ممكن قبل الانتهاء التسوية بنصف ساعة تقريبا بجيب معلقتين صلصق بارتوئيل وعليهم معلقتين نشا ونصف لامونة ودوبهم في مية واشوية عتس واشوية عتس واشوية عتس العتس بقى في الاول مع الرز في الاول في الاول وفي اسناء التالي احر بحط العتس تالي لابتحط بيحافظ على اللون عشان الناس اللي بتحب تشتريه بمبارد طيب هل فيه اكلة معينة ما ينفعش تتجمد في الفريزر يعني انا اسمع مثلا يقولون الملوخية لو عملناها ونشيل منها شوى حطف في الفريزر دي بتكون دود انا بسمع طبعا الكلام دا كتير الناس تنقلت دا بس احنا بنرجع برضو بنقول ان احنا لما بنطلع طريقة يعني احنا بنيجي نستعمل الاكل دا بعد التجميد بتاعه هيبقى صحي ولا ضار لو كان شوية صغيرين من الاكل المطبوخ وسخنته وكلته مباشرة مش هيسبب اي مشكلة تكرار الحاجة انا اطلعها ودخالها وكده دا اللي ممكن يكون دود لا ابدا مفيش اي مشكلة الملوخية كويسة الملوخية كويسة بنا طمينك عشان نطمينه زيادة دكتر معلش البامية طيب في ناس بقول البامية لما بتتحفز في الفريزر او في التلاجة فترة قطر بتبقى احلى وفي ناس بتتبيتها على طول هي البامية كمان عشان بتبقى دايما طلع فيه الصيف مع ارتفاع درجة الخرارة كمان فدي من اكتر الحاجات اللي هي ممكن تبوز بسرعة فعلشان كده دايما بنقول اول ما بنيجي نطبخها ممكن ان انا بروح جاي سايبها كاخد خلاص الاكل بتاعي ممكن اسيبها ساعة او حاجاته دا بدأ خالها التلاجة على الرف الاول ببتدي بطمن ان درجة الحرارة بتاعت التلاجة تكون تمام مش متزبزبة او مش كده ولما باجي بقى بطلع بكلها بستخدم يعني باخد جزء صغير على قد التسخين ما تعدش اكتر من يومين ثلاثة ان انا سايبها كده في التلاجة وفضل مثلا تاني يوم كالتهب بقى شوية ببتدي احطهم في الفريزر وطلعهم استخدامه التجميد دايما بيحافظ على الخواص الطبيعية والكيميائية واطالة مدة الحفظ للمنتج الغذائي طيب لرمضان بقى ولغير رمضان احنا دايما بتجيب ايش ونحطه في الفريزر هل دا في مشكلة هل دا بيؤثر مثلا على جود التلاجة ولو طلعت كيس عيش مثلا فك وخدت منه رغيفين ورجعت حطيت الباقي هل دا برضو يؤثر عليك دي برضو تدولي كتير جدا في الفيز بس عايز اقول حاجة ان الناس او المشاكل الناس بيبتدي تقول لعيش اما بتحط في الفريزر بيبقى غلط علشان الاكياس البلاستيك المواد الدارة ما بتتنقلش من الكيس البلاستيك اللي هو منت الدكسين من الاكياس البلاستيك ليه العيش في درجات الحرارة المنخفضة بتاعت التجميد لا اما يبقى الكيس البلاستيك سخن وببتدي احط فيه عيش فده زي الناس اللي ممكن تشير عيش سخن من الفرن وتحطه في قلب الكيس البلاستيك فده غلط جدا انما لو جبت العيش بتاعي مثلا جبت على قد احتياج النهاردة وحطيت في الفريزر وطلعت وحطيت في المايكرو ويف على قد احتياجاتي بس انا بقى عارفة يعني ممكن اشيل يعني مثلا رغيفين او تلات ارغيفة على حسب احتياج الكيس كبير هطلع على رغيف هطلعه احطه اما في المايكرو ويف على طول مباشرة او متجمد ثواني واكله هيرجع زي ما يكون شرياه او ان انا احطه فيه الفرد وفيه الرف الاولي برضو ثواني واطلعه واكل الخطورة في ايه في العيش كله التأمير كنت لست اسأل حديك على السؤال ده بل انه فعلا يعني كان فيه معلومات مؤخرا عن انه التأمير ده قطر جدا اه المادة المحروقة عطلية بتبقى السودة اللي في العيش دي مادة الاكريلامايد الضر فدي لما احنا بنيجي الناس اللي معتدة بقى عليها وكل يوم تأمر العيش وبتاخدها كمان من ايه الاكريلامايد من الحاجات المقلية اللي بيقضوها كل يوم من الاهوال كتير كل الحاجات المتحمصة من الناس اللي معتدة تكون حاجات مشوية كتير على طول على طول على طول فبتكون المركب ده في الجسم بالتالي دي من المواد المسرطنة واللي ليها تأثير ضار جدا يعني حتى لو العيش جاي من الفرن برضو عليه المفقع لا انا لما بحوضوا للنار المباشرة وما بيجيش من الفرن ابدا محروقة ده ساعات بيبقى محروقة من الوش كتبه يعني لو جيت ده بيبقى ممكن تلاقي محمر شوية من على الوش انما التعرض للنار المباشرة وبقى محروق اللي هي الحتة السودة اللي الناس تأمر العيش على المتجاز يا ارمش بس يعني ما نوصلش لدرجة النواة يبقى محروق بالذبت افضل حاجة الفرن او المايكرو ويل الفرن المبتجاز او المايكرو ويل طيب يعني rian طماطم مسألتهش عن الطماطم الطماطم نسأل الطماطم فيه ناس تحط الطماطم زى ما هي كده في الفريزر وفيه ناس بتقطعها وفيه ناس تفرمها ده بقى غلط الطماطم لو انا هتطيدي ان انا اشيلها بابطيدي ان انا اصفيها كواس جدا واجت relationalimless وتتسبب كويس قوي ولما تهدأ تبتدي أحطها كياس على قد الطبخة بتاعتي في الفريز أو لو صنعتها صلصة في نفس القصة تكون البرتمانات نفسها معقمة اللي حستخدمها فيها وتكون ببرتمانات صغيرة تتحط في التلاجة وتحط على وشها زيت زي ما أنا قلت وكل برضو ما ناخد منها هناخد بمعلقة نظيفة ونشفة وأول ما زيت يقل نبتدي نحط زيتين يا دكتور حفظ الفواكه من موسم لموسم صحي وسليم ولا لا طبعا سناء برضو زي ما احنا بدنا كلها طازة بس مثلا فيه طبعا ناس بتحفظها زي أبرزها المنجا والحاجات دي كلها لما بتاخدها بقول برضو للناس لو انتو هتبتدوا انكم تاخدوها تتقطع شرايح المنجا بتاعتنا ونبتدي احنا نطلحها تتضرب على طول سلخلات كعصير برضو هتكون لأ كويسة جدا نشكر حديك طبعا شكرا جزيلا دكتور مروى شوعير أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنا روجر اغذية نورتنا في صباح خيلي شكرا جزيلا مشاهدين نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكامل بقى فقراتنا الأيام اللي جاية المزارعين في كل المحافظات هيتهروا المسائل الخصوصية قبل فترة أقصى الاحتياجات ده بالتزامن مع قيام الوزارة بتطهير الترع وده هيكون ليه تأثير إيجابي بكل تأكيد هو أن المزارعين مش هيعانوا من نقص المياه خلال الموسم الصيفي عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية قيام المزارعين بهذه الخطوة تطهير المسائل الخصوصية معانا على تليفون المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرئيس صباح الخير يا باش مهندس السباح النور يا فنم أهلا بحضرتك يا أهلا بحضرتك لو في البداية نعرف سادة للمشاهدين على أهمية قيام المزارعين بتطهير المسائل الخاصة طبعا احنا الفترة اللي جاية ان شاء الله في شهر خمسة القادم دي بداية فترة أكثر الاحتياجات طبعا دي فترة الموسم الصيفي اللي بتتزايد فيها الاحتياجات المائية سواء لحتياجات الرئي للأراضي الزراعية أو لإستخدامات مياه الشرق وطبعا الفترة دي بتكون فيها طلب كبير على المية وبالتالي شبكة الموارد المائية أو المجاري المائية لازم تكون مطهرة بشكل كامل علشان تقدر توصل كميات المية المطلوبة احنا هنا بنتكلم على شبكة متكملة نحن عندنا نهر النيل وطرع رئيسية وطرع فرعية بدرجات مختلفة وصولا إلى المتائل الخصوصية المتائل دي هي مملوكة للمزابعين أنفسهم والمتائل دي درجة أصغر من الترع وابتاخد المية من الترع علشان توصلها لأرض المزارع احنا من جالبنا كمزارة رئيسية في مجهود ضخمة جدا بيتم في هذا المجال من خلال تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع في مختلف أنحاء الوادي والدلسة والموضوع ده طبعا هامل جدا والدكتور هامي سويلم وزير الموارد المائية والريب بيتابعوا بشكل يومي وعلى مدار الساعة علشان يتابع معدلات تنفيذ التطهيرات وليطمئن سماما أننا هندخل الموسم الصيفي وجميع الترع في مصر متهرة 33 ألف كيلو متر ولكن هنا في بعض آخر وهي المتائي الموضارة بتقوم بدورها وبتطهر السرع عشان أضمن أن المية توصل لأول المسأة بالكمية المطلوبة وفي الوقت المطلوبة ولكن إذا كانت المسأة دي فيها حشائش أو مزدودة أو فيها بعض المتخلصات أو ما شابه المية مش هتقدر تدخل في المسأة علشان توصل لأرض المزارع وده هنا احنا بنكلم أهالينا وإخواتنا المزارعين أن ده دورك والمصلحة المزارع بتقوم بدورها بتوصل المية من خلال شبكة الترع الضخمة الموجودة ولكن دور كل مزارع أو مجموعة مزارعين على مسأة واحدة دورهم أن هم يتغهروا هذه المسأة قبل فترة أكثر احتياجات بحيث أنه لما المية توصل في الترع لغاية أول المسأة تكون المسأة مطهرة وتقدر تاخد التصرفات المائية المطلوبة وتلقلها لغاية الأرض الزراعية بتاعة كل مزارع وهنا نقولي يا دكتور أنه ده أهمية التزامن تزامن تطهير الترع مع كمان تطهير المسائي زي ما حددتك قلت بالضبط نحن ندخل شهر خمسة أن كل الترع وكل المسائي مطهرة بلسبة 100% في حيث أن التصرفات المائية تمر بثلاثة وبدون أي عوائق سواء في الترع أو في المسائي لحد ما توصل لأرض المزارع طيب يا فندم فترة أقصى الاحتياجات لو حددت كمان توضح لنا إيه الفترة دي وإيه الأدران اللي ممكن تكون نتجة عن عدم تطهير المسائي في فترة أقصى الاحتياجات فترة أقصى الاحتياجات حتى من إتمهى أن هي بيبقى فيها أكبر احتياجات مائية خلال العام كله اللي هي فترة الصيف طبعاً إحنا عارفين المحاصيل الصيفية طبعاً مع ارتفاع درجة الحرارة بتحتاج كميات أكبر من المياه أثناء الريب وأيضاً حتى استهلاك المنازل من مياه الشرب في فترة الصيف بيكون أكبر من الشفاء فبالتالي احتياجاتنا المائية في الصيف هي الفترة من شهر خمسة مثلاً لغاية شهر تسعة تقريباً الفترة دي بترتفع فيها الاحتياجات المائية فلازماً شبكة المجال المائية اللي تلقل هذه المياه إحنا من أول ناطعاً بنا من أسوان المياه خارجة من السد العالي في شبكة بخمة نهر النيل ترع رئيسية وريحات طبعاً وترع فرعية وصولاً إلى المتائج المزارع علشان المياه توصل له لازماً كل هذا المطار يكون متخص عشان المياه توصل لأول الأرض عنده يقدر يرفحها ويروي بيها في فترة أكثر الاحتياجات لو الترع فيه ترع مش متهرة أو فيه مسأة مش متهرة المياه مش هتقدر تعدي صحيح حشائش أو وجود ودي يمكن إحنا برضو بنستغل القرصة إن إحنا ننبه الناس لإلقاء المخلفات في الترع مش بك في الحشائش الحشائش دي بتطلع في هذه الفترة وبيتم تطهيرها ولكن كمان المواطن اللي بيرمي المخلفات المنزلية في الترع أنت بتضر نفسك وبتضر جيرانك وأهل قريتك لأن أنت بتسد المجرى المائي اللي هم بيستخدموه في رأي أراضيهم وممكن يكون المزارع نفسه هو ساكن في قرية وبيرمي مخلفات وبعدين بيشتكي إن المياه مش وصله لأنه المخلفات دي سدت الترع أن بتوصل لك المياه أو بتوصل المياه لمحطة الشرب فبالتالي لذماً هذه المصارات بالكامل تكون مطهرة عشان المياه يقدر توصل بثلاثة عظم جداً إذن فيه توعية للمزارعين يا بشمهندس بعدماً إلقاء المخلفات في هذه المسائل لأنها خاصة زي ما حداك ذكرته وهم المستفيدين من تطهيرها طيب جميل هل في حاجة تانية موجودة في هذه المسائل بيعملوا على تطهيرها مثلاً بخلاف هل في حشرات مثلاً يا فندم من الممكن تكون موجودة في هذه المسائل وبنستخدم حاجة معينة للقضاء عليها لا لا هو المزارعين بيقوموا بإزالة الحشائش في طرق يدوية وممكن بعض إذا كانت المسائل أكبر شوية في بعض المعدات المخصوصة لإزالة هذه الحجائل لكن ما فيش مواد كميائية مثلاً يا فندم أو لا 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 هي بتبني طرق يدوية أو ميكانيكية لإزالة الحشائش الأساسية الموجودة فيها بس نتكلم برضو بالمرة بنواع المسائل المخلفات وبالذات في الصرع يعني المسائل ممكن ما يكونش فيها مخلفات كتير لكن مشكلتها الأساسية في الحشائش ولكن الترع القاء المخلفات المنزلية فيها والقمامة وخلافه أمر يعني مؤدي جداً وخطير وبيعيط مرور المية وبعدين بنشتك إن المية مش واصلة طب ما إحنا اللي بنكون بنقوم بهذا السلوك وبنرمي المخلفات في المجرى الماء وبعدين بنشتك إن المية مش واصلة يعني بالناشد الناس أربوكوا بفضل أكثر الاحتياجات الترع لازم تكون نظيفة تماماً عشان تقدر تمرر الاحتياجات المائية وإحنا كلنا عايشين على المية دي سواء مزارع أو حد بيشرب مية ما حدش بيستغنى عن المية فإنت بتعمل تطرف بتأذي بي لفتك في النهاية طبعاً طيب باشماندس خلينا نستغل وجود حضرتك معنا وسألك عن البيانات التوضيحي الصادر من وزارة الموارد المائية والرأي هذا البيان التوضيحي الخاص بما تم التدوله على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجامعات الخيرية والأهلية بجامع تبرعات من المواطنين لحفر أبار مياه جوفية في المناطق النائية حقاً لك وزارة رأي أصدرنا هذا البيان لأنه يعني تلاحظ انتشار إعلانات ويمكن الإعلانات دي بتزيد في قبل رمضان وأثناء رمضان بدعوة المواطنين للتبرع لعدد من الجامعيات الخيرية اللي بتحفر أبار جوفية في المناطق النائية إحنا بس عادينا يعني نقطة هملة جداً نوضحها هذا الفعل اللي هو حفر الأبار الجوفية لعمل خير ومساعدة الناس هو يبدو في ظاهره أمر محمود وأمر أنت تتعمل دي طبعاً الناس اللي بتتبرع بيبقى في نيتها إن هي بتعمل سواب بتاع جيل آخرين ولكن إحنا عايزين نوضح نقطة مهمة جداً هو إزاي تعمل هذا السواب علشان تساعد الناس بجد إنت لو عملت هذا الإجراء أو هذه الجامعية حفر تنزير بدون الرجوع للوزارة فإنت كده بتضر الناس مشتفينهم وإنت تبرعك إنت متخيل أن أنت بتعمل سواب بتنفع بيه إخواتك وأهلك في مكان آخر وبتساعد بالناس وبتاخد عليه سواب وإنت بدون ما تقصد وبدون ما تشعر بتضر بلدك وبتضر الناس بهذا التصر الهدف من أنه لازم أن كل جامعية قبل ما تحقر أي بير لازم ترجع لوزارة الراي المضوع ده مهم جداً الهدف منه أنه إحنا بنتكلم على مخزون جوفي مخزون جوفي إحنا مش شايفينه موجود على أعمال كبيرة بمئات الأمطار مجرد أنه سخص يحفر بير لوحده ويبتدي يرفع الميا فهو ممكن في البداية يكون فرحان إن هو الميا بتطلع معاه ولكن في مشكلة كبيرة إنه ممكن بعد شهر شهرين المياة تبتدي تنخفض وبتملح دركة الملوحة بتاعتها بالجليل وبتطلع غير صالحة للاستخدام وبعض الأماكن ممكن يكون الخزان أصلاً ويته مصطلحة للاستخدام فيضحب ميا ويبتدي يستخدمها للشرب أو للرعي أو لبعض الاستخدامات ممكن تأذين فبالتالي أنت بتعمل تصرف أنت متخيل اللي بينفعك ولكن يضرك ويضرك نيرك الوزارة بتعمل دراسات للخزانات الجوفية الموجودة وعلى أساسها بتطلع تطريح بحفر بائر جوفي وناء على دراسة ويتحدث في هذه الفيادة التطريح أو الترخيط الأسف الترخيط اللي بيخرج من الوزارة بيتحدث فيه البير دوت تطرفه قد إيه يرفع تطرف قد إيه بيشتغل كم ساعة في اليوم والمسافات البينية بين القبار تكون قد إيه لأن احنا لو تحطينا قبار كثير جنبه بعض يحطى الهبوط لمنسوب المية الجوفية مش هقدروا يسحبوا المية فلازم أن يكون فيه متافات بينية بتتحفل بين هذه القبار فيه تحليل بيتعامل لنوعية المية عشان متأكد أن المية اللي طالعة به طالحة للاستخدام وعلى الأساس دوت يتمنى الترخيط بحفر بائر في هذا المكان فبالتالي احنا بالناشة المواطنين وبالذات احنا داخلين ان شاء الله على صهر رمضان الكريم وناس كتير بتبقى عايزة تقدم تبرعات صحيح احنا طبعا يا بشمونس محمد احنا بنشكرهم طبعا على نية الخير ما فيش شك لكن على الجانب الآخر لازم ياخدوا بالهم لأنهم كده بيدروا بيأزوا نفسهم بيأزوا نفسهم طبعا احنا مش بنقول الناس ما تتبرعش وناكت لما تتبرع تبقى متأكد ان هذا البير واخد ترخيص من وزارة الري صحيح لعمله مهم جدا علشان تضمن ان الثواب بتاعك رايح بالاتجاه الصح لكن لو تحفر بدون ترخيص من وزارة الري انسى كده الثواب مش هيجيرك بل عكس انت كده بتأذي غيرك وبتأذيك بتأذي الناس وممكن البير اللي تصرف عليه مبلغ ضخم عشان يتحفر يععد كم شهر وبعدين يتقفل تاني صحيح وتبقى الفلوس رحت على الارض كل شكر ليك المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرأي الف شكرا فهم مشاهدين بكا تكون خلصت حلقتنا نهار ده كنا مع حضراتكم انا ومحمد الشزي على مدار 3 ساعات من 7 إلى 10 ان شاء الله بكرة صباح الخير يا مصر يكون معاكم في نفس المعاد صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا اشتركوا في القناة